موسيقى لعنة البطلة تسوق السيارة بثواتر شديد كيف قدرت أطلب مني هذا الشيء؟ لا نكر بالعرض موري أعوذ بالله لا 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 لعنة تقول يا ويلي لا نقدر ولو غير نفكر في هذا العرض الحقير أخف صراحة أنا ما وافقته ولكن أيضا مرفض بالقوة الكافية فوووش كل اللي تقدر ترفض هذا العرض المذهل ياي كان حلمي منبكرين كل رئيسة قسم شؤول المرأة والمجتمع في مجالة سيدتي وبالأخص أنا في هذا العمر يلا عندي 13 سنة وبحد ذاته نجح عظيف مسيرتي المهنية بالحق أنا مقدش نقدر نؤدي التامل المطلوب قد غرق أفكاري المصلاطمة أنا كنحاول نقلع راسي بالحل ما أقول والخصية الأصح عقلي كي حاول يغريني بالقبول وضاميري اوف ضاميري طبيري كي يغوز بالرفض كي يقول لي أشي بغيتي ما زال ألنا راكي بالفعل حقق سيدك شلي بغا ولا عندك عمود أسبوعي في المجلة خسكس فساخري بيه وتكسافي بيه عقلي كي يبرر بلي هذا ماشد مع هذا طموح طموح وبنصلي كي يزيلي هاد الفكرة الشيطانية فراسي ما ننكرش باللي المقابلة الصحفي الأخيرة اللي درس مع هذك الزوجة دي يا رجل أعمال المشهور كانت مساعدة بالعادل بعد غادي تعرفوا المهم اللي غير عرفتوا باللي هو من أقرب الحراس لها طلبت منه يخد لها معايا لقاء طبعا ما يمكنش لها رفض حيث ما دي اللي يبزيث ولكن هاد شي اللي كاتلبوا مني السيدة غيتها صحيب صحيب باش نفده وأنا تاي هاوس أفكاري ما فيقني منها إلا صوت السلام قوي من اللي تلفت النور عرفت باللي واحد سيارة فخمة دخلت سيارتي المتواضعة لانا وفعلا نهار هاد شي اللي بقى ليغي الكسيدة يا ربي ونموتورت اللوتو كله ايخ تحصبت وخرج من اللوتو وانا مفقوصة حيث يلا ها يلا مخديتها باش نتنى بالعادة بتخوص بو وخا صغيرة إلا أنها مريحة بشيت شفت الضربة وأنا الغلايان كين فراسين حتى سمعت صوت رجولي بمسيات اللي هس كياني بيليت طموبيلتك ضربت ضربة خيبة هادا الخطأ وانا على اسم استعداد باش نخلص الأضرار ما درتش عنده ومشفتوش بحاجة بحلق مشتوش قاع كي تفتح بذلك السائق الخاص ديالي وعد زي الدكاء قل كنا نخلص لك الأضرار بحلق غد يعتني الصداقة ماشي من الواجب علي حسو ولي غارب اما انا ركتش الدليم ديالي لانا وهي كتفها السيارة وبلا ما تدور هاد شي اللي عندك ما تقول مكينش كلمة تسمحيني شخص بلا مبالات قلت لك هل خلصت عود لأضرار شباغ ما زال؟ لانا وهي ضايرة اعتدار هاد شي اللي كان تلقات عيني وعيني السودواتين وصراعا ما عرفت وش كون حسن طقت اثير الي قطوني قلت هاو انا مصدومه وصوتي كان شبه مسموع ولكن يبدو بلي يسمعه اثير مضحكة جانبية عرفتيني؟ يا ربي يالله كتم شغولة بهذا الموضوع وش عادي؟ وش عادي؟ ولا هادي شي اشارة من عند القادر؟ ما قدرتش نجاوبه كأن القط كلانية الثانية ومعارسي كان قول شكون ما يعرفش اثير يقتوني الي الاسم ديالو كيعبر عليه اثير جوهر السيف والباريق ديالو رجل اعمال معروف وصاحب دار النشرة العريقة ولمجال السيداتي كتعتبر من اهم اشداراتها انتبهت لندرت المتسائلة فجاوبت بطريقة اكثر ثهدي اكيد السيد اثير شكرا ما يعرفكش تلك اسملك دار الحمامة للنشرة اثير قد حجبانه تعجب من ذكرى دار الحمامة بالضبط وكيملك مؤسسة اخرين اكثر شهرة من دار الحمامة لانا شافت تساؤل على محياة انا خدمة في مجال السيداتي اللي كيسي منشرة عن طريق مؤسسة دار الحمامة اثير حتى اهدتو اللي اجبهتو لانو كيحاولي تفكرش حاجة اه تيديك صحفي اللي دارت سيجوه مع زوجة رجل اعمال اكس لانا حركة ترسم ايجاب اه 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 انا لمعا سعيني هو كيحاولي تذكر اخر لقاءه الوحيد بنوبينها اللي بكيت عدش ثواني وهذا الشي في حبل المجلة السانوي قدمتها لي للا غيتا غيتا كافيم اللي هي الشريكة ديله في المجلة ايضا الام ديل زوجة المستقبل يأشيرين كيفاش ما مرجش البلول هاد الجمال وهاد الملامح الفاتنة انا ذاك بل حقي غد ينيرو للا غيتا كابتنظر من اي هفوه بش تضمر زواجه بنتها ولكن دابا اخداها وقصو الكامل فتتأمل شداء من شعر الحارهين اللي فلو العسل المنسدل بنوعه ما حتى الاسفل الخزر ديالا وجهة البيض اللي كتحسب اللي اشفر البريق من القمر وجهره في الحسن والجمال اما العيون الواسعة باللوهر ما دي كافية مشنود تور على قبلهم شفتين مكسنزتين كالمغناطيس ما تقدرش تقاومهم كأنهما تقدمان دعوة مستمرة للتقبيل دقنها صغيه واللي مرتفة بالعز والكبرية وهو بتتعينيها كتتأمل في قامتها المتوسطة تطول ومفاسينها الواضحة اللي كانت ناقض مع الخزر ديالها النحين اللي مغطبة النورا قصيرة وضيقة خبط عيني لسيقالها اللي تفاجأ برجلها كانت حفيانا لما حتث بالإحراج شديد تحت التأمل الدكوري تأثير اللي كان مذهول من الفتنة الأنثوية تعها إلا أن وصل رجلها وتقلبوا نظرة الإيجاب والدهو ونظرة الصدمة والإنتهاج شديد بحيط لعوجهو مشافيها ولكن ارتفع والهبط ديال صدرها بسبب الإحراج اللي تعرضت ليه الفتنة دهروا حيط المفاسين ديالها دهروا بشكل واضح بسبب سلفوسها السريع لا أنا بعصبية قد ينمون كن منون لك استئاتير للا شفتي ديال يفوشي وأنا كندوي معك وش واضحة؟ أثير بمكر شديد واضحة بزاف إيخته هو بحل و بحلقها رجال كيهمهم إلا مفاتي المرأة بعض الخطيبتوا معه لأنا ترتقت بغيط بش تحاولت الفتنة بأهو لوجهها استئاتير أشكلت يا لقبل الحادث أثير بحل رجعت ما لم يحل جد على وجههو رح قلت لك غاد نخلص لك الأدرار كلها شفت موبيلتها صغيرة وما كندرش من اللي غدا تكلف بزاف لكن بغيتي تعويض إضافة لا أنا أشكا تقول بالطبع لا غريت غير نعرف كيف أشغل ماشي لخدمتي يوميا بلا سيارة أثير بدحكة جانبية وش ندخلي أنا ماشي سوقي ماشي سوقك وصوق مين أثير وشن بغيتي دائما ما بدائيا خاصني امشي لدهري شفت في سيارته وعودت شفت فيه أثير فهمها شبه ماشي بغيتي نوصلك لدارك لا للأسف ما عديش بديل وخام مولفش ركب مع ناس ما كنعرفهمش أثير هزعيني لسماء اوه صبره ربي مشيت لسيارتي خانت وحشا كانت تهزل رجلية بعضها وزيت ساكي واللابتوب وشيت فتجاه سيارته والفخمه وركبت في المقعد الخلفي وطلع قلص حدايا كانت كايدير نفس التأمل لده قبيلة بديت كنحبت في صعيتي وكنحاول نغطي سيقاني ولكن اللي فيه فيه عصبني وألاندوي وقالا قلت لقبيلة نظراتك يبقى على وجهه ماشي على بلاس أخر أثير براء مصطلع ولكن قلت يا ليه غير مني تكوني كدوي معايا لا 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 ما تقشش فيها أثير وعلش انتي منزوينة وأنا رجل كي يقدر الجمال مجاوباتوش دورات وجهة للزاج غير لا لحظاتوية نطق السائق حي ليمونة أثير شنو؟ عنواني أرجعت كنت أمي في الناس وأشكالهم والباسهم ممكن حاول بأي طريقة لغي أي حوار يمكن يوقع بإذنه أثير بدك يتأمل في جانب وجهة الوهلة عجبت اللابتوب ديالو كيحاول أن يخدم فيه وينسهد الكتلة الأونوتة اللي في جنبه ويحاول مأمكان يستحضر وجود الخطيبة المثالية خيرين في حياته وأم هالا اللغيتة اللي ما عرفش سبب الكراهية الأسطورية اللي كتحملها تجاهه كل ما كيعرفه هو أنها كتحاول بكل طاقتها أي فرصة صنحت لها باش تلغي الخطبة والزواج أما لانا كتدهي عدم الاهتمام ولكن عقلها كان في صراح حقيقي واش القدر خبيث حزن هالدرجة واش هات الصدفة إشارة باش تقبل العرض واش تاخد خطوة الأولى واتناسة كل شي حسب من هاد المصادفة العجيبة مع أثير أثير اللي هو أشهر عازم كان كان قبل ما تسمى الخطبة دياله بعشرين كاظم وريسة عيلة كاظم وسليلة النسب والحسب صاحبات الجمال أرص قرأت البرج وازي الهادي شدت بتفكيرها وبدت تتأمل ملامح الرجولية بمتياز ولي ما تقدرش تنكرب اللي كتخليه جدا بالأقصى حد شعرك سواد الليل حالك المرات سباك نايا صماره الخفيف عدرة اللي كتبان بارزة تحت القميجة اللي للمس وعينه الكوح البحل بسها إلا دخلتيني هاوس ما عندك يا عمرك ما تقدريت خرجي وأصلا ما عندك حتى فرصة للنجاة ولكن عنده نظر عابثة دائما والدليل هو أنه ما وفقش ما وقفش من المغازلة بهم واخا عرف ما كان خدمتها إذا بالصح دكش اللي كيقوله فعلا كاين هو وزير نساء من التراز الأول والخطبة دياله ما منعاتوش من مذاولة هواية المفضلة وهي مغازلة الجميلات وستأملها في حصلها ودار دحكتو المعتادة اللي خلتها كتحس بالحرج الشديد حيث كانت كتشوفي بحل شي مراهقة ولكن سرعال من قلبات مشاعرها للغضب مني سمعتو سمعت كلماتو أثير وقيلة ما جاءنا بوحدي اللي كانت سمتع بالتأمون لعنها جوابها عرسانها هوا هادا حصل المساوات آثير اه اذا انت مصحبات حقوقي حقوقي ودفاع المرأة وذكت خربك بغلت تدخل معها في نقاش حيث هو مجرد ذكر فخور بالذكش اللي عنده وجينسه فلاكارت ناقسيونال لذا بدلت الموضوع لا لا اشرت دير سيارتي آثير حسبها بغلت تبدل الموضوع اذا هي متلاعبة بحاله غايتها عمر شيفور يصابها اغمزها رجلك سويدي ما فهمتوش على جداوعات انتبهت لرأسها وقح فينا آثير ما تقلقيش انا غلح الامر لا لا كيفاش واش ما كتتسيقش فيه اكيد لا بدك يضحك هو كيشوف خدود هالي حمارو كيتساءل مين خرجتلي هاد الحمرية جاه صوت ميساج من التاليد لا نا فتحاته اذا بها كتصدم حيونه كيتحله هي كتحاول استيهاب لكلمة لي في الرسالة جوش كلمات كلمتين فقط ولكنهم كفيلة صغير مجرحياتها للأبد قرعت الرسالة في صمت بدأ الرهان تعجب من الدهشة اللي أعلت وجهها وصوله اثير مالك وشكين جي مشكل دارت عنده وشافته كأنها كتشوفه الأول مرة يعني كل شي كان مضبر كل شي ومضت عينها مش مدمينش لي فشكة تفكر لي أنه كي يجيد قراءة لغة العيون أثير لانا أنيسا لانا لانا فتحت عينها ها مليل هارفتي بسميتي أثير بسم الله عليك لا تلاقينا لانا ولكن ما قلش لك سميتي أثير تكرسوا على الفور الحفل السنوي واللقاء أثير طبيعته عنده ذاكرة حادة وبالأخص منه كيتعلق الأمر بالبنات الزوينات واللي كيجبوا والأرقام والأعمال التجارية شي اللي خلاه كي يضعف ثروة الوالد ديالو أضعاف مضعفة بقي ما تخطط سنة ثلاثين أثير وصلتك شي خبار خيبة لانا ها لا لا غير شي خدمة وصافي اوكي وصلت السيارة للمكان لعنوان أثير السهرب من مكان سكنها فيلا كميرة أكيد كين شي مشكل حزبينها غير من السيارة طب اللي ما عنداش الإمكانية ديال فيلا بحل هذا الحاجم لانا خرجت وصدت الباب ودارت عنده وبلاهد الدهجة كاملة هذا لا سكن مشترك البنات من خارج كازا دخلت لنا عند غياب لم تدر عنده سلمت على السيدة السومي اللي هي ملكة الفيلا العريقة في الأصل بالحق من لي بقيت بوحدها قررت تقلبها سكن للمغتريبات وأي بنجات من الخارج كازا وكتقلب فيتسكن كتتكري لها غرفة باش تتفيد من الدخل المال من جهة من جهة خلت القلب وناسا ولي عمر عليها الدر ولكنها كانت شديدة الحرص على الاندباط ثم الاندباط وما كتخليش أي وحدة تكري عندها باش تحافظ على سمعة البيت الشي اللي خلال الناس كي يتهافزوا على المكان للسمعة دية لنقية طلعت لغرفتها خدت الدوش ويا تحت المياه كتفكر رفضو كتش كلمات اللي خلوها كتولي صلقة الرجال وانتي هازية لأبا الحد تقدم تحققته محاسة على حساب ساعدة الاخرين فكرة بسبب قره للا غيت الاثير اش منوذن بخطيب تولي اكيد غا تكون كتسبغيه كرهات راسا ونشفت شعرها ونبسست بيجاما صيفية مريحة سمعت تالي كاي صوني وجوبت دغية للا غيتا قالوا لا 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 واش انتي اللي دبرت الحادة تتعلي مع اهثير للا غيتا بيانسور وعليش ترتي هاكا اصلا انا انا معلنش موافقتي على العرض ذلك للا غيتا ضحكت بخابت وما رفضتش ايضا دابا بلا كترة الهترة انا ما فردت عليك والو لقائك معه ثير تم قبل ما انتي اي مجهود يعني دابا سوارك او نسي حابك امرك يرجع لك كتكن ضلم اللي انتي طموح وما عندك شغل في شينس ادم وتقدري على المهمة ملحقت دابا كل شي بنيتك واحسا الكرسي دا الرأي صعب بخي خاوي باي لانا بقيتك تشوف تاليوم الصغر ببن هذة ثقة للا غيتا كنت متأكدة هذة الاخيرة ان لانا غات توافق خصوصا انها كاتت استفزة بالحلم اللي بغت تحقه من هذة جحال اتقلت على سريرها وحاولت تفكر الاشترا في صباح اليوم لسوكاتي ارجات وطلبتها المكسب غيتا كافين فلاشباك اوينيك مدرت شي حاجة غالط اف يمكن ديك المقالة الجارئة اللي يكسبت بحقها ديك الممثلة الحقيرة يا ربي يكون معايا دخلت وبدأت تكتر حبيها للا غيتا على غير هذا استغربت بزاف خصوصا انها مرة عملت شي واحد بحال هكا تأملت الغرفة الواسعة اللي كانت غاية في الفغامة وكان على الحائط بحد اللوحة زيتية لسيدة غيثة وملي كانت بقى في غيران شبابها واو كانت سويرة بالساف اه كانت تحددها من الكبرات مقاشكة تحسن بقونه ترغم تروضيالها فشعر الاسود لحالك المموجلي في الصورة دبا قطعته لقى استقصيرة بالساف وحتى ذوك العيني الخضر والتي تخبعه مورا ذوك نظارات والمكياج غير خفيف كأنه شبه مع دوم والتزمت من ملابس العملية الانيقة اللي غالبا في الاسود او الارمادي خلصا كتحاول تتخلص من القونس ديالا للا غيثة قلت يا لانا لابد انك تسألي شنو اللي يخلني ان تلبق لعندي لانا في الحقيقة قطعت عاسا للا غيثة في الحقيقة عندي لك عرض عرض مغري لا يقاوى لانا بس يغرب عرض للا غيثة تقدري تلقي مشروع العمر جاتني وحدة فيه كان الأصبع اللي فات كنظلم اللي راكي فرج في الفيلم امريكي كيف تخسرين رجعون في عشرة ايام فيلم واعر البنات تفرجوا فيه مهم فكرت باش نكتموه موضوع شهري تحت عنوان كيف يمكنكي ونعبدوه من خلال مواضيع تتير تحدي لدى النساء وبتالي غطرتها في نسبة المبيعات للمجلة سيداتي لا لا بعيني الكلمة واو فكرة واعرة مادام غنيتها غدي تحقق ناجح اكيد للا غيثة افكرت في اول موضوع هل كيف تختفينا رجل قبل زفافة اشبال لك لا انا موضوع شيق ولكن لا غيثة شيق بالفعل ولكن الجميل في هذا المشروع انك ليس ستعمل غير على النصائح النظرية ولكن ستكتب الموضوع بناء على تجربة شخصية لا انا شنو؟ لا غيثة انا ارتبت كل شيء حتى من الهدف حددته لا انا مفهمتش انا انا شرح لك انت اكيد عارفة من اللي بنت شيري مخطوبة الاثير اللي قطعني رجل اعمال الاول في البلاد هذا الاخير كان شريكي لزوجي الراحل فقع المشاريع ومنها بالطبع ضار حمامة المشاريع ومليمات راجلي شيرين غتورة كل شيء علبها ولكن للأسف البلاد بنسيره وانسيه بالقياس وبقى كتحلم ذاك الفارس الى الحيصر الابيض ويختف قلبها وهذاك اثير ضار بها وطيحة في شباكه عند بالها بلي كي يبادلها المشاريع وراء كل همه مرات ناس بمكانته الاجتماعية ويسيطر على الميرات ديالها لا 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 انا ما فهمتش بزيال اشنو قرب الموضوع البنتك اللغيتها بسخرية يمكن واقعي لبالك تفتقدير الدقعة ديالك لا لا يلا الله اسر اسمع ما تقولش لي بغيتي المقالة تكون على السيئاتي الخاطيب بنسك اوه لا 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 هو الرجل اللي غاية اللي غاية تخطف قبل الزفاف تيالو للا غيتها تترسم بتي سامو لا لا كيفاش ولكن علاش الى كانت منتكة تبغيه للا غيتها فعلت ما غاية تفهمينيش يري الرهم كلها كتقلب على انتقام انتقام الاب اللي هي غاية تخلص تمنه هي اللولا اثير ما غاية شي سكتة الى ردس ووسيلة نتقام بها ضد ولدها ولد عمها عيسام وعيسام ما غاية يسكس من ان يشوف ميلات لها الى كي يضح في التأثير ما غاية تفهميش أثير ما كيبغيهاش وبغيادك لإطار ديال الزويل اللي غاية يكمليها صورتك رجل أعمال متأقل هو مجره تزير نساء وحد النوع ما كيعرف لا يبغي ولا يقنط المشاعر غاية تدمرها هي غاية تدمرها ويجعلها تدبح الأمسة وطنف أحدا اول رجل تشوفه اتذكرات الماضي دياله لانا وش كتدوى على شيرين منسكوا على شي مرة أخرى لانا عرفات بالليلة اللغيسة كتدوى على تجربة عاشة شخصيا وذي عارفة أبعادها مزيان بيرا غير مرغعشة في صوتها والدموالة حجرت في عينها والتأثر دياله بقيت فيها بساف وش فقاها سالة كسيدة اللي بسبب رجل تبحث وهموتها وتكسر قلبها ورجل اللي كانت تبغي وقيله وباقى لانا واخه ولكن مدم انت عارفه ما كيبغيش علاش ما تقنعاش تخلى علي انتي ماماها واخرة بشخص ليها وللغيتها عند بالك ما حاولتش رنعيت وده بخاصة تشوف بعيني حقيقته بالعديل القاطعة اوكي ده ببغيتيني نستأجر شي وحدة من البنات اللي تحاول إغواؤه وللغيت قاطعتها اه للا احنا ما شيف فيلم تركي ولا شي مستثل هيندي بغين غير تصاور مش مهين وصافي انا بغا هي تقنطن بعض الزواج واضح هاتش اللي غيخلي شيرين تقتعنا لانا تصدمعت وهاتش رغيت ممرهو للغيتها بننسي هذيك وغنعرف ندوج راحا انتي مهمتك الوحيدة هي تخلي اثير يطلبك للزواج لانا تصدمعت اهنا للغيتها اوين انتي علاش كون بغيتي دي غدير بلي عليك والمنصب ترأي ستقسم شؤول المرأة والمشمع في البجلة غدترأسي انتي وبالتالي غدتكوني اصغر رئيسة تحليل عرف المغرب لانا وش كتلبي منين غوي اثير نقطوني للغيتها ماشي اغواء لا ستخليه يبغيك يعشقك اي حاجة وكنتظن باللي لكي قادر على هادشي بما انك طيحة الحارس تزوجة رجل اعمال اكس وخلتيه بحل خاسم صبعك واكيد حتى هو اغدي بغيك هو خلتيه تحفيك حتى ادبر لك لقاء صحفي معها لا لا انا مغويتوش عادي لكن اعرفه هو مديلية هو ادبر لي غير موعد معها اما انا اللقناسها باش دير معاي لقاء صحفي ولا غيتها اين كان تفكري في العرض ديالي ما بغيتش قرار متسالع خذي الوقت ديالك وفكري بدماغك لا لا كان وعدك كان وعدك غنفكر ولكن هادشي ما كانيش انني وافقت لا غيتها على واثقة بالليغة توافقي تفضلي قرجات العلامة للمكتب وهي ممشوشة كليا مما خلها ما انتبهتش لبنت اللي دخلات المكتب وانت في العشرينة اددت قممت وسطة مشاعر اشقر جامعها الفوق باحترافية كذبا مجتسامل في نفس الوقت انيقة عينيها طبقاء الاصلع لمها اه كانت شيرين شيرين بسخرية مامالله دي كان عارف اثير كي بغيني وغي يجتزهد المسيحان الساخف اللي درسيلي للا غيتها بنت شيرين اصلا تشير الابحة في كل احوال فايلك كان بالصحة مخلص غلعتك حرية تصرف الميراتيالك اما لكت نظريالي صحيحة كان غير طمع غادي انشاء الحبيبتي مشغل الازياء اللي كتيك تحلمي بيه بينما وصلت الخمسة وعشرين سانة وخديتي الارت كيف مخل بابك في الوصيئة شيرين اوفا ماما اللي كي همك هو الورش هذا الزمر والي همك هو عصام وعمي ما يحتش ديعني لهو العثين ولا غي سا والله لاخد ريال والله لاخد شي واحد ريال ضيعت حياتي سانة وانت عمري واني كنجمع فيهم باش يجي ولد نجمة ويديها برده اويه لعلي البهلة شيرين ما يذيك لللعي سمر عنده الشركة ومشاريعه وما حساش الفلوس بابا نسا يذيك الخصومة الماضية فاكر الماضي يمشى اللي غي سبستغرب شبس كنت تفعليه ياك ما بقى كتبغي ياك هتبغي اثير شيرين برسيبك اه انا كنبغي اثير اما عيسان فغير فترة او داس اي مراهقتي انا دي بعارفة مشاعري مزيان انا بغى اثير وبغى ان كن مراتو لاللغيته يعني موافقة على الرهان اه حيت مسأكدة من اخلاصني نجح الممكن ان يدى لاخلاص راجل ومن بعد مخرجات شيرين طلبت لاللغيته من السكرتر بش تغلق الباب للمكتب وما تسمح لحيسى وحديسجها تكتعل القريكة وبدأت تكت تسترجع ماضيها في الحديث مع لانا وشيرين خلاك تفيق الذكريات في نفس درها ذكريات شابة اللي كانت مازي جميل طموح والعنفوان لانا والرومانسية الحالي مولغة بأتشيرين غيتها حاسم الصحفي الجدابة اللي كانت كل أنظر عليها اللي كانت كتبحت على الخبر ولو كان في قسم الشرطة وثم كانت كتقلب على الأخبار وحد الجريمة للقتل وطلقت بالعميد بهاء الدين اللي كان هو اللي مكفل بالتحقيق في القضية واللي فرض حصار في ولادي على القضية وما سمحش للصحافة تاخد ما تكتب في الجرائد كان عنيد بشدة بعد المجموعة من اللقاءات واللقاءات الفاشلة من أجل الحصوص على معلومة للصحافة قد رسى غارقة في حبتك لعنيد اللي عينيك اللي معبغمود خاص بها وحدها وملي عرفت رسى كتبغيه قررت تخلي مشاعرها براحتهم بعد ما كانت بخيدهم مكانت جديك البنت قليد ياللي كتسن دائما مبادرة من عند الراجل فلهذا كان حبها عاصفة قوية تقرمت منه ما وقفهاش وبدأت كجنيتي مار حبها ملي وملي ولسه هو كي يرغب فيها مشات معها برجلها حسل فراشو كان صغارقة معها في ظهر الحب ولكن كل شي ندمر مني صراحة باللي هو مزوجه عنده ولد ندمرها وكسر قلبها كان خائن لمراته وخائن لحب غيثة بهاء الدين اللي يقتوني كان خائن معنى الكريمة علش استغراب؟ نعم ونفسه أب أثير اليقتوني ومن بعد ما ضمرها بها قررت وفقها لأول عرض يلزواجها اللي هو من أب شيرين طبعا ما كانتش ما كانتش غير مناتب بل كان كيحق لأي حاجة بغيته فلوسه وصمعته عونها باش توصل باش توليس سيدة غيثة كاظم سيدة الأعبال والنشر المشهورة مسألت قصة هنا في يوم الأيام صدمت من زوجها كيتعاقد مع شركة الحراسة العامة وكان بهاء هو الرئيس واللي والحارس الخاص ديالها فضنت أن لها لعبة من القدر اللي خلاته يجي حسل بين يديها كان موظف ويشوفها مع زوجها الثري وبنتها يبقى كيتحصر على الحب ديالها وجمالها اللي ضيحه ويتعدب كيف عندبه ولكن كيف قالت لا نعم الانتقام أول وحد كي يخلصه هو المنتقم بنفسه وارجعه دابل حاضر لا لا ملاحسات غير بالزز اللي الكامل وهي الزكر ما شغلت دير في هذا العرض واش تقبله ولا ترفض واش تسمع العقلها ولا القلبها جاءت الصباح ودخلت دوشات لبسات كثيرة كيوت فيزر رقبة في البيستاش معدي صندل عاليين وشعارها دارتم وموج وطلقاته للريح الموجهة فدرت الريس الكثيف اللي كيكتف لها شفرندياله وكيزيد من الجمالية عينها ودرت عكرة في الغوز بارد مات قبتات خرجات من البوابة الفخمة للفيلة فإذا بها كانت تضمن أثير اللي كان بسكعة كانوا أحد البي عم دابليو كحلا كل ثيقة في النفس وهذا صباطات البارح شاقلته عليه قتال بأتمنه هو سايف جمالها أثير كسكين ضرب اللي غادي تحسجيهم لأنا بقى نصدرها من الجرأة لأنها يجي تلقدر نبدارها في هذا البوري حدث براثة محاصرة حدث لي كامل وهي كاتفكر وفي نفس الموضوع عندما كاتصبح لي ربما هذي إشارة ألا ينوافق على العرض وخلع بمعسي أثير بكترس ما هو مشوق فهو خاطئ لأنه لا يجي تحسج بحركة إغواء ولا تحكى هو راه أثير خذت لنا صباط من يدي شكرا لك أنا ما كنعرفش مسوق بالكعب العالي دكشي كنحيطه مني كنكون صيقة أثير أثير عادة غريبة أثير قل لي يا ذا با كيف أشغل بشي لخدمتي يا كما مركن فاتس باتشي جناو حي تروبيا أثير سيارتي نوصلك بيها لا ركبات وخاصة أثير ولكنا هنت اللي تسببت دي فضل خسارين يا هذا راه واجب مشي فضل تفاهموا من هنا لا وشف كل مرة غنطلقه وغيكون نزا بينات نا اوف لا 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 ماذا الغنطلقه أثير ستدي على كث هالي كان مستريح في قفختها نتمنى دار شافص فيها بتأمل عيونها غامضين وكي يجد بو داخلهم سر عميق ولكن ما عنداش القدرة الكافية لأنها توصبتها تعيني وفجأة تحت عليها كلها وجات فوق منه وشعرها خطة وجهه الشي اللي خليها كي تنفس ريحته بعمق لأنه ملأ ريعتين دياله وسيحر غريب في ريحته مجرد تسنشاقه حسب اللي يخده جرعة كافية من الأكسجين باش يعيش بقية حياته حل العيني ومطلقه معيونها الأول ما رغي يشوفهم بهذا القرب أثير سبحان الله لأنا دار سائق فاشل سائق 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 للا أثير هو بقي سائق 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 للا أنا فطرت في الدار ولكن سائق سائق غير أثير لا دعي الألقام أثير 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 لا سائق شكرا لك سائق تقصم السيارة بسرعة بعدها مطلق وقعت لها بعينيها ستطيني ماذا تجذبني لها؟ طرق نستق لأمل إتجابة لها وخاني لا دائرة ونرى في السيارة وابتثام على البيت ودخلت البيرو بدأت في المقال هو يصوني التلافون ديالا للا غيطة بل يابل اللي قررت يتلعبي لانا مبغيتش نضيالك الخطة اللي حاكمها متين للا غيطة بغيت تقريري يوم يا لأي حاجة كتجري بيناتكم وعلا سي جاسوس ديالك شك يدير للا غيطة جاسوس لانا اه لقلك على الحادث البارح وليقعد اليوم رقصة سائق للا غيطة على دكاء اكتاريسك وستة الخط ما هي إلا ثواني وعود صولة تالي اوف لا انا شنو بغيتي تاني اثير مش كون مع الصبك لا انا مين شكرا خم التليفون ديالي لا 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 كتكن صحابك دكي على هكا لا انا شي يقول دكيها شي يقول مكلخة اوف اش بغيتي اثير بدون شعر بغيتي كنتي لا لا شنو احنا ما تفقناش على الوقت لخرج ديالك وصافي انا كتكن السابك غزة دعوني للغضاء اثير مبغيش تفهم اي حد البنت رفضت تهوتيو ده ببغانين اعيد لها الغضاء نخلي ولا شاو لا نعم واخا نسناك معت من يقضى في فيلا في سيارة شيرين كانت سائق بجنب الحارس السخصي بها الدين شيرين اللي كانت بحسبة بساب بعد المكالبة التليفونية ديال ماماها نخبراتها باللي اثير نضب كري على غير العادة وصل لنا لحزن الخدمة وتشيخل لها كتلبس اول حاجة طاح تفيدها وطلب من السائق يديها عن جداتها راوية هي الوحيدة لكتعطيها الحانة اللي لازم وقت ساعدة تخذ القرارات لها شيرين شافت في الساعة تفهموا هايسا ما يكون بقيقة لم يمشى الخدمة وانا مبغيش نشوف قعك من مارسو مبغيش نشوف حيث الفضاء الارتباط به رغم حبها لي جداتها شحال غوثة نصحاتها باش نسال ناضي وسوليني ولك الفضاء ترفض قاطة ما شي بسبب الخلاب منه وبين ماماها انما السببب هو ايسا من نفسه ممكن شوافق يتحكم فيها ساعتها ذاك الشي اللي رفضوه وشحال هاتي فلاشباك كانت فعمر 17 العام كان زوينة ولكن ماشي بدفصل جامل التامة وبكون جون مراهقتها ولا تكاتب غير ولدها بما حيثها بحيث كان قصر آل كاظم كيضم العائلة شيرين وحيثها فتربوا بزوجه وكان اكبر منها طبعا بتزعود ديال الاسمين والعمق ديال علاقتهم ما تأترش بالعادة وبين ماما وماماها فكانوا رفاق وحاولي عمر ذاك الفراغ ديال الاب اللي خلاه في نفسها اما هي فكانت بداية تعلمها ابا جديد العشق من الصدمة بعد شهور تم اعلان زواج عيثا من بنت سميتها لهلا فانضمت شيرين مع ماما في قائمة بكسورات القول ليلة تعرسه كانت كسب كيب كل ما اتيت من قوها علاش يا ربي بعد ما وضني محلان حل بابا خده لي وحرمني منه انا مل قدرش نكمل حياتي بلابي كانت كتحس بلدك الليلة بقلبها كاي تزمزق بالحرف صدرها وشنو دامتيالها هي ما عنده السلطة على قلب ديال الراجل اللي كان كيضنها انها ما زال طفلة باقي كتفكر مزيان جملة ديال امها وبعدين من اللي ماشي لك احسن لك يكا ساعة ما عرفتش من امها على تجربة ولكن ذات بنصيحها ونزوز بعيد تقساصرات حياتي على الدراسة والكتب حتاج للخبر اللي غدي يزلزل المشاعرها من جديد واللي هو اطلق عصام حسنت بالقدر رسم لها الطريق جديد وباللي يعطيها الفرصة باشتعيش مع اللي كتعشق مرة اخرى وها هو ولا حر وتزامل الامر معيد ميلادها 18 لبسات طوب ونثوي وتقلقت على غير العادة وتوجهات المكتب عصام بقات خفاف وحليها الباب شيري مساء النور بقي هنا عصام وهم ونهامك في العمل اه الثلاثو ويتبهد بجمالها كان زوينة بزاف وفاتنة واول مرة كيلحد انها بدت كتكبر او لانها كبرت وكانت فاتنة وانتشد لهيتيها ودورها دورات خفاف جيتي زوينة لكتكوتي شيري بار القام الفينية بصاح ايسا معدوعة على راسو انتي اصلا ديما زوينة صغيرة ايسا مشاع بتيجا واحد المجر وجبت علبة ايد ميلاد سعيد طفلة دياني شيري وورا عندي 18 العمزة ما حلت البواطة لقيت فيها واحد العقدية الألماس واو شحي حزوين بزاف شكرا اركبها لي عفاق اعتصت بظهرها لي شبه عاري ودورت شعرة رجل معيسا مقدرش يسمعها لكن في السوق كانت يحس بها انها انتب كل ما تعني الكلمة من معنى واللحظات تنسيت راسه وعند نقاته الا انه تدارك الموقف ايسا شيرين وش تسطيتي شيرين ترسي الدالة وشا عفاك اسمح لي انت ايسا ايسا طلعي البيتك يلا خرجت بصور الرعاة وطلعت البيتها طرمات فقوساتها وبدت دودمها كي يسيله بالانهيمار وهو بعد عليه وبعد عليه وارفضها والاسعب من هذا الشي انه ما حضرش لحفلة العميناتية لها ودال العذر بالخدمة لكي تريد ان يحاول يصدق كي يبعدك بكل القوتون ولكن هذا الشي مرضى شيرين كون غير كالعكس حده بهين دمانه ومزاف كون غير قدرت ترجع عقارب ساعة الخلف رجوع للحاضر قسط هالدوام بعد الذكريات فيقى صوت بهاء عليسا شيرين وش ده بغى مشوية جدا تقول شنو شيرين لا ديني غير لافجة طيالات ويطريحة احصابي شوية تسم بهاء موانده حيث هذه العادة تشيرين فين ما تكون معصد ما تبشيل مغزلة السيارات وقد دخل سيارته وقد خليهم يغسلوها من بره بالمو الصابون داس نهاري طقيل بالساف بغى تيرى امتى توصلت منها ونشوف لانا ما عرفت شعلها شوى لكن تعلقت بها بالساف كأنها شي حاجة قتعنيني شعور فريد من نوعه حيث انا مع امري حسيتها كمعاشي بنت ولا تصرفت معاشي وحدة بها طلباقة ولطفا أخا عندي علاقات نسائية بالساف إلا انهم غررتها ليلة وصافي البس بيت لف الأسود وطلعت شعري أرشيت الباغفاء الرجالي ديالي ودرت ساعتي وركبت مع الشيفور وعنا فرحان باغي غير امتى نشوفها وشوف عيونها اللي يتحروني من أول مرة أنا واقف قدام دارها بكنت انها تهبط وكيشوف ساعته وأخيها لمصلت من يوم ما شافينيه الزراس وحتلقها جاي اذتجاهه عينه تحلوه كيشوف شعرها الحر والممواج اللي مطلوق على وجهه كيطير مع الهواج اللي اعطاء بريق خاص لوجهه وبرز الفتنة دياله كان ديرا ماكياش خفيف من غير الكحل الأسود اللي يزاد من جمالية عينيها الدخانيتين والعكر الوردي في شفاه اللي نضمن شوش يقدر يتحكم من الفتنة دياله كانت لمسا فستا عند هذي كيتعلق بصميتات رفعه وكينتهي بفتحه في العنق واسع على شكل متلت وفي الخسر خارجة دهبية اللي ينتهي الثوب بالانتدال على سيقانها البويت ولعنا مساء الخير أثير الهالة من جماله والفتنة اللي قدمه فتناته خصوصا انها كانت تناقض مع المظهر الرقيق الهاتي ديال الخطيب سوشيري ولعنا يقولت لك ما تبقاش تدير فيها هاتي شو فات أثير وشنو الخطأ فاتش انت عارفة باللي راكي زوينة بساف وبسبب اللبسك اكيد تغلب قاعد تشوفك هي كانت شو اللي باغا لا لا رسابكت اه فكركيش ما بغيتي أثير مكي يهمكش زمان وف صعيب المتل افكار راس خفع كل رجال بحالك ان اي بنت لبسات شي حل زوينة رايكت حاولت خلال رجال يتأملوها اش بغت تقول لها باللي هي قراس من هذاش حال انا هتولي جريئة في لبسها وفي كل شي وعمرها ما ترجع كيف كانت حشو مياه وتحفضها متزمتها هذا هو اللقب اللي كانو كي تلقو عليها عادل الحارس الشخصي اللي دبر لها اللقاء مع سيدة الأعمال ويبغيش ترجع للزمان عادل زمان عادل فات ومشا لا انا شنوه شما عجبكش الفصان اثير بالطبع عجبنيه بزاف خصوصا هو هو عليك لا لا اذا شنو المشكل المشكل هي انني ما فهمتش وتشكي يحصبني فهمتك شلعنا ولكن كان وعدك من اللي غادي نحاول لا انا في غادي نمشي اثير مفاجأة لا انا خافت بزاف من القلبها بالطبع وليس دارش بلصة اكثر خصوصية بحل تهره اويني اللي كما احمق هذا لا 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 وعقلها اوحالها باللي هي بنت سهلة لا او لا اه فقط بغا تبين باللي هي مرأة مواثقة من جبانها ومبغيش تخبيه قفات السيارة لانا اه واشو سنة؟ حرك راسه بالإيجاب طورة راسوية بهكا التفاجئ باخرة سيحيى فاخرة اضواء المتلألئة والحجم ديالة الدخم لانا وحو ولكن ماشي بزيف قطير وكيقبل يدها قليلة في حقك جرهو طلع على مثل الباخرة وتبع أسلوب الإبهار أما هي كتسول راساش كل اللي كيحاول يغري لآخر وش هي ولا هو لانا فاقي فاقي لانا انت مغادش يغرك بجادي بيتو يغرأوا المالي وغير بغيش وش عليك باش تطيح بين يدي وغير زر نساء حقير كل اللي جايب منت لهذه البلاصة بشي يبهرها ومجرد صفقة ونساها تحولت عيني على الباخرة بالفعل كانت فخمة وانيقة باعية كيجي لغير نرجى الأعمال والسيدات المشهورات بحسن عن الخصوصية تبهت الباخرة انها خاوية لا من الزمنة ولا من العمى اللي بها لا لا مش ما عندك شي اخصول قريب صغير آثير عندي ولكن علاش كان غايكون أحسن كن عارض شنيفة أحسن بس أخوي باخرة قد هدي على ودعشاء آثير نهزك سافه بغطرصة يدياني ضونك مشي مشكل تقدر نتحمل مصاريف الليلة كامل لان أخي أحثير ولكن ما تؤثرش بهذه اللفتة اللي درتي حيث عارفة جبتني لهذا المكان بالضبط باش تهرب من العيون والصحافة اللي تابعك ولي غتوصل الأخبار الخاطئة بتقعنت السهرة ديالك ديالليلة وعارفة بلي تقدر تحمل مصاريف الليلة ولكن العمالي خمتابين في الباخرة غدي تقطع اليوم من الأجرم حيث ما خدموش وقاك يشوف فيها في الهجوم الحد اللي تلقى من طرفها علق بالحركة المبالغ فيها ولي معمور دارها الشمراء بشبهرها ولكن هي بوحدها هي تحد فريد منها ومعمور جربه هاجماته واتهماته بالجبل بطريقة غير مباشرة حيث كي حاول يتخبم الخاطئ بطوله إنه ما كيتهلاش في العمال آثير نبغاش يتنقش معه في موضوع تشيرين ما تخافش على العمال دياله وما كيتخلصوا مزيان والطريش يخلصوا سامن لزواتي المجنونة أنا مغضب على أنا نزوة كل شيء غادي بالغلط فيما كي حاول يسيطر على الأفكار كتتقلب ضده عمروا ملقى صعبة في تعمل مع مرأة وترويدها آثير انتي أصعب مرة صعبة معها في حياتي حيث ما كتصرفش طبيعتك كل المعركة تحاول تتبت شي حاجة صرف معي بعفوية وغا تفهمني آثير الدوم الجديد قد تشوف في ثواني بعد حركة رسم الإيجاب بشرط الدوم الجديد بشوروطي آثير كل شروطك مجابل الله قبل يديها عوض بكل جنسلمانية لأن هذا أول شرط ما تبقى تجدر هاكا وما تبقى تشوف في يدك الشوفات آثير هزيدي بسيسلم بوخة في اللحشة شري الشوع جرى من إدها البلطة اللي غي قززو فيها كانت طبلا الشخصي مثل ما كان منعزي النوع الماء في الباخيرة وكي طلع للبحر مباشرة قلصت فوق الكرسي وقد كانت لعب أوراق الورد اللي كاينها فوق طبلا كانت تنشق العبير ديلا وفجأة رجعت بهذه الدكرة الزمن كانت تكتع شافيف مكان آخر ومع رجل آخر إلا أن دك الرجل كان أقل وسامل من آثير والمكان اللي كان بسيط على هذا الباخيرة الفخمة بالحق كانت سعيدة وكانت بارية لا 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 مخصرش فكرة في ذلك شيء لذاك ماضي ومع مره ما غير يرجع آثير كان يتأمل دك المعلاقة اللي قدامه بكل حركة كتدير كتجنينه كانت بغمد عينيها كتحرك في الورد برقة على الوجنة ديالها واتمنى لوكان بلسط الورد يوقع سوا ملتسقم شلدها حلت عيني على بغتها وطلقت عيني بعيني شافت ضايا وتشتت في عينيها كنت قلت لكم بلي آثير كي يجيد لغة العيون آثير مالك لا ولو غير كتكن تسأل وش خبرتي خاطبتك بصهرتنا الليلة خلينا تفهموا كيف ما انتي حتتشورتك حتى انا عندي شرط توقيش جبدي موضوع شيرين قد كتشوفي هي كتحس بالرخص والعور والغسة في حلقة ولت المرأة الاخرى دهرت بهالدنيا وتقلبه الأدوار دبا ولت هي اللي كتخون مرة اخرى وعلى بالهاش بخاطبها فين وش كيدير ولكن هي قبلات العرض وخاصة تكمل والعزاء الوحيد اللي كانت تصبر به راسا هو أنه آثير عابث وزير نيسا يستهل هاتش اللي كتدير له رلغيتها سمعت له درسوخة كتكراها هاتش وحاولت تغير الموضوع وهي بقى كتلعب بالورد كيفاش عارفتي أن الجوري هو النوع دي الورد المفضل عندي ولكن هاتش مجرد تخمين آثير صراحة كان غير حد ما اعتقدش المرة واحدة أنه غادي يكون كايش بك الجوري لعنا وعلاش ما كانت ناسبكش لعنا شنو اللي كي ناسبني سكتلوا هلا البوفاردية هي الزهرة الزوينة اللي كتشبه لي ياسمين ولكن الأوراق ديالها قوية كتبان أكثر نظارة أنا بتعجب ما نسحبكش عندك هاتشيما من المجال الظهور آثير في حد الفترة محياتي غواني جماد الورد حتى ممت بالدراسة ديالهم خاصة نحترف باللي فجأتيني آثير وشني يسحبليك باللي كل همي وانت داليا في البيرو بدان حسب فلوسي ونجاحها ديالي لا لا مكر والتغزل بكل ما تلابسها جيب قصيرة وكعبة عالي آثير لا لا كانت تفكر باللي غازلت وحدها كانت حفيانة وغمزها لا لا بالفعل قد رأسها وسمى بأثير وبغى تعرف الحقيقة دياله الحقيقة دياله الحقيقة دياله هذا الرجل الهابث كانت بسأكدة باللي هو مظهر للعرض فقط بحل ما لابسها الجريئة وتصرفاتها إنما بزوج دارين هذا الإطار بشيحبوا ريوصهم من الماضي اللي يتبعوا وهي سهيف ملامحوا الرجول يسولاته أجي ما قلتش لي واش ما كتسوق سيارتك منفسك حدي ما السائق معك أثير صلبت ملامحه واش ما يدي على شكل قبضة وغمض عينيه كأنه كيحاول يسفكر شديك لا لا ما كنسوقش الحاسة الصحافية دياله ما خلاصة تعرف اللي من وراء يجابسوا كي نشيقصها وخاصها تعرفها وإلى كان الموضوع ديالخطبات شي معشيرين كي يزعجوا وما كيبغيش يدوي فيه إذا الموضوع السياقة كي يزعجوا كتر بين غير من الملميحه وفضولها كي يدفع باشي عرف السباب منها تعرف شوي علي ومنها تخلص من دك السائق الجاسوس دياللي اللغيطة لعنى علاش أثير بحل كي يتهرب وجود السائق شخصي كيتوافق مع المظهر ديالي العام وما كانت في المجتمع هاتشي اللي كين لعنى بالصح ما سيقتكش أثير بالتغرب علاش حتى تمرفقة على الطاولة وقربتلي حيث انت عزيز عليك تكون القائد والمهاجم تتخلقتي باش تقود ماشي تقرس اللوع وتخلي وحد يسوق بك أثير أخيرا حصلت منك على إطراء لانا ما عاد تقول شدير حقيقة قطعهم النادي اللي جاء ياخد طلبات أعطاها أثير الطلبات في بلاس طلعنا عارف اللي ما كتحملش لي خسارليك ولكن طلبتليك طبق مع أكلات بحرية متأكد غادي يهجبك هيتقع السكان ديالتان جايز يزاليهم هالطبق لا لا ما خدتكش تجمع كل شي أثير بخيبة أمل شنو ما كيهجبك مع أكلات البحرية لانا ما كنت أكلهم شو لا بالطبع كيهجبوني ولكن واجدرتي تحريات على حياتي ياربي ما يعرفش كل شي لحياتي القديمة أثير أنا غير عرفت من اللي أنت من الطنجة بالحق ما عرفت شو لاش خرجتي منها وجيت الكازا قدر نعرفه ولكن بغي نسمع تفاصل منك لانا أغلب الحزن على ما نميحها أجيت مقلب على الشهرة رقص مسكها من يديها بكل حانة لأتقدم الوسط مسكها من خصها بريقة كأنه مسك القجدة من يدي قرمها لي معه طويل عليها جرس فوق من رأسها أثير ريحتك زويدة لا لا تعاني رجعت المغاتلة بطرع صور رأسها وكيشوف عينها وانتي اللي طلبت مني الرقص ودباءنا للخسار الأنغام ولا أنا أرجع الرجل الشرقي اللي تتحكم من جديد أثير شحل تمنيت رقصي معي وانتي حفيانا حي دا تقعب ديالة العالي اللي به كانت كتوصل بصدره أما دا ما غتوصل للكرشو لأنا قلتش في فاب براء نو لكن شوف أنا رقصيرة أثيرها زوحت لها رجليها أنا رجلي وبدأ كي رقصة أنا غمعته تحت موسيقى هادي أروماتية بركان من المشاعر كيشتاحه على شهد البنت بالضبط كيتصرف مع بها الطريقة وهو اللي علاقته بالنساء كيتصرف فقط على الجنس وشعر غريب كيحس بالأمان ولا حال اللي فقدهم مش هاديش حال من دكن هالكائب أتش عمر وجربوا لعاشو ولا حسو معشيري أليش هادي البنت بالضبط ولا تكتصطي بتفاصيلها مختلفة على البنات أش كتقول أهثير وش غتولي سبغها في يومين أهثير كتكن تخيلك كأنك صندريلا اللي فقدت صباتها وجشار الأمير الخاص بها زي ما أنا واردوا لها ولد الملك ديالا لعنا مبقيتش كأن صلاح لدون سندريلا حيث النسخة المغربية دقيستها من سغبية تحت فغارة موحد سخيف أهثير شنو لا لا وزيت عينيها الفضياتين ولا ترفوا معي كينين دمعات شنو زي ما جي معي كونسندريلا أهثير دورها بسافت المرات وعاوت تلقى لها شنطة من خسرة بطريقة حميمية كنشوفك نوع آخر تسندريلا تي بختلفة ألانا عندك الرقة والتفاني والجمال وفي نفس الوقت تهزة وحذير حكاة يحميك تسندريلا المقاتلة ألانا لا نعجباتها أدرسه بالساف أول واحد غدي آمن بها بحل هكا صار حكا تعجبني مولان وحد الفيلم في ديزني على تسندريلا حتي مقاتلة ومتمريدة على واقعها ليس بحل سندريلا التي اتكالية بالقياس واللي لا حول ولاها ولا قوة لها لا تسعد لكي تحقق ذلك التي تتمنها وقد تتسندها الجنية وتتحقق لها لا يوجد الجرأة تكشف على نفسها فقط تتسندها كفتاة وتمتزمتها حتي يجي تلك الأمير ولقاها لا 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 استئسير سندريلا غير وسيلة كي يزرعها لنا نحن البناس في دماغنا لكي يسيطر علينا القوغاسين كانت أنه الأمير الواسي يمتيهنا وقد نقاتله وقد نطيحه ونوضف سبيل ذلك الذي يريد من قلبنا آثير كي يزرع منظهرات حب كنتعرف أنك من دعاة المساوز بالجنسين كيف نستطيع أن نغوي كذلك لا لا انسا انسا آثير قطع أنا فقط نقص لأمير شارف الذي قصل صندر لأمير لأنه رمشت بشي تضو وقلبها بدأ يخفق كيف عش عرف آثير على فكرة حتى أنا كتعجبني مولعا وغمزها قد لأنا فيقليل كامل من بعد منوصل لها آثير حتى للدعر قد كتراجع الأحداث السهلة وقد حاول تعاود تحيش بخيالها سنتعز بكل حوار معها كان سليس وشحل مدوات ماشي حتى هكا قصدت عينها فجأة وتفكرت اللقطة فاش ضمها لصدره في الرقصة رأسها كان بآمان فق صدره ويدده ومحاطينها كأنه ما حامينها من القسود العالم شعرت بالآمان بالإنسما والحماية الحماية الأول مرة وش من الممكن دكزير النساء يمتلها الآمان والحماية نفسونا هذا هو الوصف المماثي لحال سدابة خاصة تقبل الوصف وتقبل أنها استمتعت معها خصوصا مني بس لها يديها بعد ما وصلها وتمنى لها ليلة هنئة ولكن فين هو الهناء ليلة سماء كانت لا موريحة ولا هنئة قد تفكر فيه والإحساس ديالت كي يقرقها ما تفقوش على الموعد القادم الموعد اللي مشتا قد تعرف إمسا فجأة أوصلها مساج من عنده قد تعال ما ودي أنها بها السبعة قد تملي فإلا مش نوصل لك لخدمة والفضر وبزوج قد تتأمل في الوصف والبسمة لمحيها ومبعد بس وحتى صحظة قلبها لانا اهوي لش كنتير ارجع لها لانا وانا غير عمل مجرد عمل نساها بحيو تفكري هات الشي ديما حتى طلاصة المخنطة ونأساس يمتأكد بالأثير سيكون محور أحلامها آخر شيرين سمحي لي بس و لكن كانت عندي الخدمة بس و الشي مهم لك لك كنت سقط في التالي شيرين جدي مع عمل حتى دابع مش عارفت ما حال في الساعة دابع فلاش باك وأكيد إذا عارفت ما حال الساعة دابع عارفت مزيلا ستبقى يفكر فيها ثلاثة سوائع بعد محط دار الفضار ها يسترجع كل الضحكة كل سامح كل الكلمة معمره لا تأثر بشي وحدها هاك ولو خطبت شيرين اللي لا يمكن انكر انها جميلة جدا شيرين الجميلة الأنيقة الأسرق 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 اللي معمرها ما تقدر تطلب هالله لم يشي واحد يرقص معه كيف دار تطلب تطلب لانا قبل ما تلبس بحلف السلي اللي بتطلانا شيرين بحل شي فاكهة محفوظة بزف السكر والذي ضغيك تسمل من دي كل لك ها ها الشديدة السكر أما لانا فهي شيء آخر مضاق آخر كتشبه لدك الحبات الفخيز رغم المضاق اللانية دي اخسر زفاف اللي بقي لغاث بها قليلة لك اللي قرر بعد مودها ولكن بقى المدة دي ثلاثة تسوأ هو كي يمر قدام بيتها كي يخمن في اي نور فممكن تكون نحسا بدون سابق تفكير قرأ سوكي شدري اللي كنسا تماما الان هطفة وزفت لها مساج على أمل لقاء جديد ورجوع الحاضر شيرين أعثير وش بقي على الخط أعثير عاف فقنشرو الديالون ساب اللي كان كذر مع شيرين شيرين وش نعزي ولا شنو أعثير نسمحي لي غفيت أنا عيان كل شي ما مرهق كان حسن على قبل التالي اللي كنت في قن وعد كن عاوضك على خطائي شيرين عارف كل شي عارف كي يكتب وش هات الصفقة مهم ما حصل هالدرجة أعثير اكثر ما كنت خيلي يلا صباحي الاخير وخا ولكن عندك نسى الموعد اللي وعدتين للشغدة أعثير هو أصلا كان ناسي وخا باي شيرين زوين وبالسحف ولكن ما عندها شفقة فراسة على قبل دك شي اللي طرف الماضي على عكس وجمال المرأة يلا استخدمات وما عقلها بطريقة صحيحة كتقدر تخلي أهات الرجال خاض إليها للغيطة عش نقلك فين كان شيرين اجتماع ها ها هالوغد الوغد الكتب لأخو واخو واخو واخيرتو كام معلود لحش معلود تقول اجتماع بالإوام سيان شيرين ولكن هات الشي ما كيت بتوالو اي رجل غد تحطي مرأة قدام ومحل ها كاك غيت صرف معا بني في الطريقة ولكين غن بقى أنا لغيت زوش لغيطة آه ربي إلا بنتي شحل بحلى كيف شك تفكري ها كون تبنت غيثة كاذب شيرين ماما عمارك ما فهم شي وعمارك عاد فهميني آخر كلمي هو أن الريهان كان لأنه يتقدم لها لزواج مش يعرض لاللشا شافت فيها اللغيتة منظرة غاضبة حيث عار فهمها الأخير هو الرغبة في الانتقام ويمهم ماش أثير بحد ذاته بقدمها مهزواج به اللغيتة تفوح للحب اللي وصلك لهذه الحالة بدت كاتب كي شيرين بن كي صار توجهات شيرين لنها في دو تلقاها تشعرها للريح عند بالهم يبغى تحاول تصنع الحب والهيام وقدم وقدم ماما اللي مني شافت بنتها كي تريد حركاتها غريثة الأمومية باش تنقدها من الفشل التي تعرضت لي على ينت عند بالها بالإنساز عيصان كان غير من عوارض المرهقة ولكن هي لن نسازو وعم المرهقة ستنساه واش بنادب يقدر ينسى روح ولا نفسه خاص ماما 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 كل خطايا حيث هو الوحيد الذي يستطيع أن يكون وسيلة جيدة للانتقام من عيصان وعلى الأقل لا تريد أي تصرف ما سيكون مزقر وحاكي في مدر عادل شوال هذه فلاشباك من بعد الليلة دائم ميلادها قمت الناس الليلة للطوال ولكن يبقى القصد الكاظرم في الصحراء سبعينات شديد قد في الصباح سمعت صوت من المسبح لتجد 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 المنزل من تجد النشاط الحيوية ضغية طالت لبسات سيئة في البوردو فوق منهم سيئة وصيفية وطويلة هي خاصة سميلي ارجعت تشيري الخاصة الطفلة التي كانت ضغية في صواني المسبح وعندما ترى في الصوت تلعب برجلسة في الماء سمعت صوت صباح صباح الخير عيصام كي يصبح جيتا صباح النور لا يسلمك عيصام قف حدر جيلات التي مخشية في الماء لم تكن مسافر وانت عارفة هذا الشيء شيري ماذا يقلق مني صافي عفاك اسمح لي عفاك عيصام شيري وتبقيت تقولي هكا انت عارفة جداة راويش حلقة تبغيك شيري رجعت تقولي شيري اذا رجعنا عيصام شيري عارفة وعند ساب وحسن حقا العربح وانت طالقت واضح كل حيوية قبل وانت عارفة وانت أحد أخصت موقع شرين قلت لك أن أخسر سعيسام كاظم كان يصل لحده هو يلهس ويغرق فيها ويغلق فيها ويخشيلها راسة تحت الماء ويضحك ويقوم بخشاشة الخراج شرين طلعت راسها بالماء وهذا هو العدل ويقوم بشكل مدى ويقوم بخشاشة ويقوم بخشاشة ويقوم بخشاشة ويقوم بسيطرة لأجواء بيناتهم في الأول قضاء ووقت ممزع وسط المسبح ويقوم بسابقه عدة مرات ودائما شرين تخسر شرين عيسام وانا تغلبني باركة حيدات هذا كتاب الصيفي اللي كانت لابسه ويبطأ لها السرعة وغلباته هذه المرة فيها ربحت ربحت وقدت تغلق فيك ولكن هذا المزاح البريء ما غير دمش بالسف وفي الأخير كانت تتقلب على الاهتمام قطبي اللي بليها أونتا وفعلا مجرد محيدات هذا كتب برزاد الأونتا ديالها والتي تكاتب عن المغرية سلبات هاتيمامو ونظاراته بجسم الرشيق اللامع المحب نظارات الإعجاب بعد ما حصلت حصلها في القند المسبحة حاولي يخفي نظاراته في البلاسة ولكن هي ما يمكنش فوت فرصة في حال هذه ونظارات الضعف وإعجابوا بها واللاحظات قدرت أنها تغريحة حتى استجمعتك قليلا يدعق اللي بقي عنده وتفعب حدالي وأعتجها خارج المسبح نحو الفوتة ونسح بها الجسد الضخم وعنفه قوة عيسام هذا الحركة كثيرا يجب أن يتحبسه شيرين طلعت بساقل جهته ستحاول أن تفعل ذلك الحب الذي تحمله تجاهه والذي حساس بالليسة هو يبدلها نفس الشع عيسام بل يا للغيسة أتشغلات بالخدمة ونسأت مربس من سوع المثال أهدب توليس بحلاكة شيرين عيسام عفك قطعة بعنف وقسوها وعنف موجه لذاته أولا كي له مراسه لأنه استجاب لها كيف الشراجل بتجارب كثير قدر يستجب بهذه الحركة استجابة مقدرش يسيطره لا أولا كي سيئ أنه ما عرفش علاش الحاجة الوحينة اللي عرف هي أن شيرين خاصة تحبس هذه التصرفات قبل ما تقدي رأسها وتخليه يدير شيئا اللي غط نوض الفاتين ما بالعائلتين عيسام بعصبي وقسوة لجرحات شيرين تي كتلعبي بالعافية ومعرفش أشكت ديري كتحسب بها لعبة كتعرضي القنطة ديالك والشرف ديالك مقابل شنو فقط متعرخيصة شدة مدرها بقوة احتديتي على هالتصرفات قولي لي شل موحدة عارضت عني ها هذه الجسد ديالك كو شكون عارضت عني هكا بساخة قول لي شيرين كانت كتبكي بأيلم شتسكت ولك المصافي مازال عيسام كل موحدة اللي غنقول مرتي عارضت لي البارح وخبراتني ميلا حاملة وغيرت ضلع اسمه ديالي وغيرت تسكن في القصر إذا هاد شي ديالك ما نبغيش تشوفه الكلمات دياله وجرح الأعماق ديالها هي كتبغيه من قلبها وغيرت تخلي أنه يتقرب ليها ما بالعر بالزهر كانت كتبغيه بالهدرا اللي قال غير كي يعاقبها ولكن هاصر عالما تأكدت من صحة كلامهم من اللي شافت مرازه في القصر بعد يومين من الحادثة ديال المسبح الكارثية تعلت صغيريت في الدار نجوة فرحانة بحفيدها اللي غير زاد وغير اللي وريث الكاظم الجداراوية كذلك طالبتهم ينضموا حفل ضخم وكانت نجمة الحفل هي ليلة اللي معلقف عيسام ايه عيسام اللي ما كتفاش بإهادتها شفويا هذا الرألفات بل عقبها بنظراسه المحصقرة طيلا بدك اليومين الشي اللي خليها كتف قد شقاتها بدأتها وبنفسها كيفش رفض الحب ديالها البارئ بدك طريقة ورجعها بسرعة لطالقته هذا مش خصيصها ورفضوا الجسدها الجميل خليها كتشعر بالليل جسم دياله وجمالها نقمة خاصها تخفيها وتخلص منها وهذا الشي اللي دارز حضرت الحفل بصوب أصفر باهس بدون ماكياج هجرت الأسواب ديالها ديك الوردية الزاهية وكتفت بالألوان الباهسة الحد الآن في قمسات شخصية باهدة ورخامية من ديك الليلة بدات اختفت الضحكة الشيقة اختفت شيري صغيرة عصاب إذا تحول إلى عروس الدومية الأثير اليقضوني ولكن سما وقع ما لم يكن في الحسبان من بعد ما تحولت من شيري الشقية المفاعمة بالحيوية والواثقة بنفسها إلى شيري العروس باللورية الدومية اللي كيتحكموا فيها تضمعت من تصرف ديحسها طلبها للزواج من بعد شهور على رجوعه ولمراته وهذا المرة نفاصل عليها نهائيا حيتحاولوا بقوة باش يستمروا في العلاقة لأخب البنتهم الصغيرة اللي تولدات نادى ولكن مقدروش اللي دا نفاصله انفصال هادئ وبقاوة أصدقائه كيف كيقول المزوجين في السماء ساعة صرف داته هي بغا تضرط ليه العالم اللي حساته من كل كل ما قالها لها كان دوك النظرات الحسيقال اللي وجهه لها مرها ما قدت تنساها ولا دوك التموع اللي نزلت على قبله بغا تنساقم بغا تخليه يبكي وتخليه يبكي للسارسة كيف ما خليها تبكي للسارسة بغا تضرط لي الصرف من بعد ما أطرها لها في حياتها وبعد ما كان هو سبب ضحكتها سلبها لها كل مرة كان كيلقى فيها نظرة احتقار لها سنبقتش عندها ثقة ذاتها حبها ريء وصلها للحالة اللي ولت فيها ولكن هي حال فحتت شويه بالنار اللي تشوأت بها لا شي سوقها آثيري كون كيخونها ولا شي حاجة هي خاصة تكمل العرز بشوف ديك النظرة دي الندم في عين عيسا كتبغيه وكتكره حبها ليه الرجوع دبا الحاضر أصبحنا وأصبحها المنكرين لها قلت لانا ونبست واحد القميس في الورد البارد معت النورة في البيض قسيرة ولكن بالطبع أطول من المفصان البارح خدت المينكاوب ديالها وهو بتتلقى الآثير كيتنها اختفى بتسامة ما لمسهاش وصلوا الكافي والصمت كيخيم على الأجواء هو كيحاول يجنب نظراتها وهي كذلك أمر واضح وضح الشمس ولكنها خاصة جدا بنتباهه مرة أخرى حد شي اللي عارفها وش بس تستمر في الخطة ولا حيث هي بغيين سابه لها لا لحظة الفورشت شنو كاي؟ بل يبحللى عند مسيحة عارضتيني الهل الكافي الراقي من قرد نجوا مالطم الي كي نخلص فتورة آثير مززمة ساحرة أجبك المكان؟ بغض نظر على الرفقة السيئة؟ هاجمني بكثير فكرني يفعل الكافي في طنجار فرق آخر وهدك إنه يوجد فرق أخر عنده واجهها زمينا كان يطلع للبحر وعلى وجهها حنيناها وشياء قلمتينتها آثير امتخر شي من الطنجار خمس سنين امتظرت الى اخر مرة من خمس سنين صفرت صفيرة طويلة ماذا منعك؟ ماذا منعك؟ رجعتك على الكرسي ومربعيتي حدا صدره الضخم مقابل الملك وماذا خبارك؟ قدرنا عرفتها فصيلة تحياس كاملة بهمسة منها؟ لا لا نفس الشي بالنسبة لي لا تنساش انك تتعلم مع صحفية محترفة سمسوا بزوج كأنهم لا يريدون أن يبوحوا بأسرارهم وبعضهم الذكريات الدفينة التي لا يريدون أن يحيوها كل واحد يوم لديه خلفية على الآخر خلفية فيها بداية كلمات فقط ما الذي لا يجعله يعرف شخصية الآخر أثير لا تحشي الغموضة بحرها سيت وحشته ولكن تعودت على اسطح كذا أريد أن تزورها مرة أخرى؟ بشرط الى دي سنينة ومشيتي معها يلا بمشيوا إذن غمزاته كان قصدت وقبياً سلتمة باش يوصل للشيفور شي مرة مستحيلة هزتك سافة بشي ثامة ايوه هذه أنا وأنا عزيز علي نخد غمار مستحيل لا لا واعد أمنية كانت منها تفهمك تعرف علي كتر حضرات راسا نخاف لايخي بالأعمال ديالك قدر نكون مجرد غلاف براق الكتاب لمحتوى أثير كنظر من اللي غلقى بالساف ومساف بشي سامسك المشرقة ورها الجبلة الأحسان لا لا خبير مع رأسك كله الفطور دياله مصطئ حوار شيق لا يخلومي مشاكسات لفظية حسد هذا الوقت وطلباتوا لعنا باش يتحركوا وفعلاً ساق بهم الشيفور أثير أسمحني لا نقدير أنهم نتعشرني لانهم مرئ لديها موعد مسبق لا لا لكنني الت该دي مع طاتك الكتاب الآن وصلنا وتعطلت اثير شد لها ادي موعده لها غدا لا لا على فكرة سنتعود على التعرف والبضغ في الماكنة وهبطعت ويتميل بخسره والشعر ينسى على ظهرها وماثق قلبه يتحصر اما هي فموعده شغل بالها يمكن غيرها ويبقى غير حبل ويستطيع ان يكون خطة للغاية ويستطيع ان ترى الشخص السيئة الذين لا يصلح بشيرين صح هو عابث ولعوب ولكن هذا هو الواجهة لدخل مناقه ثماما ويخاصة تحيد القشرة لكي تعرفوا على حقيقته ويبقى تقديمها الوقت بالساف كانت ترتاح معها حب او اعجاب الله اعلم اغزت تليفونها في الزلبة وكسبت لي المساج بغيت انتغلتها اقتراحات كانت لانا فلسانسون الخاص بالسيد اثير وقفة ومخلوعة ومع مرور كل الطبقة كانت تتصر كثر ودقات قلبها يتزادوا بقين ثواني وتلقى معه مرة اخرى وهذه المرة رهية لخطة اللقاء وصلت قدم الباب الخارجي للمكتب حاولت توقف بثقه وقدم السيكاتير سكرسيرا اني سالانا نعم تفضلي سيد اثير كيتسنك انتغلت عنده بشموخ واذا به يأتي من وراء ودافن نفوف شعره بدون ما يشعر مثل ابسوط متقطع تحشتك لانا تلبكات فين هو الغداء اللي قلتي اياه فين هي الحاجة اللي قلتي بغيت ورني في التالي ماذا يحدث في المكتب دورات لانا وجهة للمكتب ملقى ثلاثة وحفنية ولا صور باهدة ثمن كما وارفين كي يكون في مكاتب رجال اعمال بالحكس كان مظهر دي المكتب بسيط زجة كبيرة أعطى الترونق ليس مثل دباثة الخضراء اللي كاينين اصدمها ما توقعش يكون كيف دل بساطة بساطة ومساطها لانا مكتب عصري اثير ومسكي دهو ما عرفش اصدقى جسمها شعر من اللمسة كيف تريد ان تغدى اي بلاصة ولكن قبل قلية لماذا اصدقى ان تأتي للمكتب كيف تريد ان تروني افرق قلية بعدها اصدقى ان تغدى معي انا كنت اضعي مع رأسة اصدقى ان تتوحشك اصدقى القشرة الصلبة التي تنسى هذه السنوات ببتسامة ولمسة خفيفة قلبي كانت تفض ملكتها مثلية وما كان قدرش نسيطر عليهم بل خدمتي كانت توقف على ان انا رفتك ولكن هذا الخائل اللي وسط ضلوعي كيتلبك انا عارفة بللي انا في طريق السدمير داتي ولكن لاحي لالية سوى ان اني تتجه نحوك بللي تصارقة للرجال هذا ما لا يهمني حيث تبقى ان تبقى معك ليس علاق من الخطة من قبل ان انا عزمت في حرب غير عادلة هذا سوف ننتك و سوف نربح انا رمشت بشي تخرج من ذلك الدوامة بشي تلقى العابث التي تسلل قلبها بدون اذن ولا سابق عندها اثير يلا همشينا فين؟ سوف نوري كثير من اصراري جرها من الداف تجاه المصعد و هي فحيرة وتساؤل فين طالعين؟ اثير للسماء ما كان تحكش طالعين الشوقة دي الخاصة اللي كينا فوق من الشركة و قاعد عاسوا لنا كيفاش؟ و كيفاش تجرأتي؟ و غا خليني نكمل بغيت نقل باللي فوق من الشوقة كي نستطح البناية هو البلاسة اللي بغي نوريها لك مسعد طالع و هي حادية بالفوضول و في نص الوقت لحرج أسيد يلا خرجي وصلنا للسطح شدت من يدي براءة اسمح لي أثير عتدار؟ ما توقعتوش منك الصراحة كتقليدية أكثر من لازم و مشابه لي بعيد مجاس فين تكملها درسها حسد صدمات بالمشهد اللي قدامها و مشابت السطح هذه من اسمنت البنية شوهقة الطول ولكن حاذقة خيارية مجموعة هائلة ومسنائمة من الأزهار وباقاس منصقة بطريقة مبضعة وثنية مشهد كتشوفو غير في المجلات و الإعلانات حلت في مابدونية كتلمح تدرجات اللونية بظهور و كتشمت مازجها بطريقة بحل السحر كتكون لوحة فنية رائعة قد رسالها إيراديا كتحيت صباتها و كتخشي صباتها و صدق الحجائش لخضرها و كتلمس الأوراق للأزهار ناعمة أما أثير كيتأمل الفراشة اللي قدام الأزهار لدخلت حياته و سلبت لي عقله بطريقة مرطوقة لانا و عينها كيبريو و كيف اشقدت سنتين بحل هذه النفق سطح أثير كنظن باللي المال على الأقل عنده إيجابيات و هاد داليل لانا و هاد شي روعة تنسيق والألوان واو اللي صاب هارة فنان أثير شكرا على الإطراء لانا انت اللي صابت ياهو لكن ما يمكنش كيفاش قلت ليك من قبل اللي كان هو الظهور لانا بقت كتدور و كتتتنشق الأكسجين و كتتحاول توصل الأعماق رئتين ديالة حسات صادحات مع صدره ذو دقات قلبها كيتسارعه أما هو كيحاول ما أمكن يستغل الفرصة و يشبع بالقرب ولها ولا كيبغيها ما يمكنش لي ينكر أيام معدودة السكنيات وبجمالها ورقتها و ذكاءه و قوتها طلعت عينيها لي وهذا الحركة كانت كافية لكي تجعله يطوب عينيها الرمديين اللي كتحددهم بالكوح الأسود كيقتلوه بلا ما شعر بدك يقرب منها و يمسسل ما تماما بالطبع و يعترفات بينها و بين نفسها باللي كاتبغيه كتحس به قريب لها رجلها فاشنة لها و مش قادرين يهزوها حتى حسات به كيقرب لها حتى يوقف عليهم موظف سيد آثير غدال لي طلبتي واجن طلعه هنا آثير عاد نتبه لنفسه وخه في هذا الجانب لعنة قويل اشكس غديدية حاولي بالدلدك تجاو التوتر لانا اجي تشوفي قفاس حدا عارشي هذا الزهرع لانا ألم أعظم هدية من البوفادي اللي قلت لي آثير حرك لاصب الإيجاب عندك الصح ولكن سمحيني سوف نستطيع قطفهم اللي يخطفهم لا نبقي عجاب وفضل انت غريبة اهثر يمكنك خاف على الظهور بسيطة بالآداء لا يوجد مشكلة في أدية البشر أمرك غريب أثير حيث بعد البشر لا يستحقوا للإخلاص والحماية كيف لا تحتاج الظهور لانا، ماذا تكون مقصحك حسن هذا الدراجع؟ أفر، لماذا ضروري يجب أن تكون عقده ومأساس لكي يدير عالم وبحثه؟ قطعه قبل مده، ماذا تبني؟ لانا، هذه الوحيدة التي شفتها هذه القديس سرية لانا مدهشة، ماذا؟ ولكن؟ معمرني حساسي بلي أن نتقاسم هذا المكان مع شيء واحد أخر من قبل وعلش أنا سيدي؟ بالصح، لماذا هي؟ لم نقل هذا الجواب مقنع، هو برأسه لا أعرف كيف أحسن الله بهذه الطريقة وعلش لا؟ لانا، وعلش ما تكون شيرين؟ لانا، شنو قلنا؟ اتفاق شيرين ما نذكروهاش؟ لانا، ولكن هاد المرة بغى نعرف الإجابة شدوش هابين يديه؟ وانكيصار في عينيه؟ نظري أنك قادي تفاهمي تفاهمي سبب مواسطة هاد الظهر ليه أنهم هما الإجابة والمواسطة والشفاء ليه درسوليه هو بدك الانكيصار عمرا شافته هكذاك زهجها خطرها بغش شفه هكذاك قدرت القدرة على الكلام، ما عارف هاش باش تجعبه ما عارفت ايش تصرفه، ايش تكمل في تمثيله او لا تحبسه وتخبره بكل شيء وتخسافه من حياته تماما حيث بدأت تحس بلي عنده جرح عميق في حياته وهي كتبغيه مغشوش تذيتي جرح أثير أعجي ناكله هنا قررت تكمل في تمثيله خاصة تعرفوا وتأكد بلي حدثها صحيح وللغيتها خاطئة، العلاقات والتصرفات دي الأثير مصادرش منه إنما مجرد استغاثة عالية للنجده كيسترخ متألم من جروح دي الروح دي اللي كيخباه على كل شيء جروح اللي احتخاطبته معرفاتهمش خاكت تقول باللي كتبغيه اذا هي ما كتستحقوش بلتوف داك المكان اللي بحل تشدنا كيدويه في كل شيء وعلى والو ضحكات تحكات ونظرها سبتكاد دويلي على راسه ويا تفلال كان كيسمع لها بهتمام ولاحظ أنها كانت جنة متهضرة على أي ذكرى قبل ما تخرج من الطنجة خبروا حدثه باللي ولا القضية راجل حاول بزاف للمرأة بش يتأكدوا ولكنها كتتهرب من الموضوع كتتحدث على طموحاتها صحفي وابتكاراتها وأفكارها لتحديث المجلة كان مبهور بجمالها الفتهن كان مبهور بجمالها كان مبهور بجمالها وفي الصراحة لانا اعتقدت جبض مواضيع كثيرة ويبقى معها ويمشي شي عندها تملك غيرها اللي بغيت تسميه واسميه وزادت فرحات باللي فعلا مثال العالم من حوله بقى مركز معها غيرها وحتى تحليل لانا اوه تكنت راسي اثير شاف الساعة والصارب بالوقت كيدو اذكر ربح مع لانا وخامشي وداخله رغبها مبهور بجمالها رغبة تملكية هائلة ما عرفش كيفش يسميها كل اللي كيعرف هو انها كثير واحد الزوبة عادي المشاعر الجياشة في داخله وما قدرش يسيطر عليهم اثير هتلقى غدى الصباح لا لا فرحانة بقى كان حاجة لتوصيلها ما ناويش تصوب لي السيارة دياني اثير قرب منها كون غيدرت باك هاد الاكسيدن وزويناش حال هاتي هبطوا البيرو اذا بقى كيتفاجأ بالتليفون ديالو كي سوني كان اسم الشيرين على الشاشة المحات والان الشي اللي يخلاه كيفيق من احلامه هو وياها خرجات غيرها ما بغيش تكون المرات ثانية في حياته ومسكها من درعة وتملصات منه وعود شدها بقوة قبلها بها فين حاس براتك غادة بوحدك في الدليل ما خلتش لي فرصة جاب زيدي قدامي غدين وصلك ووصلها وكي حاس براته مخنوق قبل بها ما كرهش تبقى مها ديما بسك التليفون ودوز المكالة من الشيرين اللي من المخطط هالانتقام اللي غا يضمر شيرين اثير في كنسي اش كندير ليان ستي الموعد لحشاط فتي التالي دي هكساني اثير بسنده ثواني زي ما بشي يحسب سأليم الطامير والداد من جيسة ولكن ما حسبه له ومن دم حس على طقيقة دوزة معلانة ولكن زهجات ونظرة صوصة اللي مرتفعة مكرهاش كون سكتات لانها كتخليك يخرج من حالة النشوال اللي كان حاش طيلة هاليوم مع الملك ديالو الدافئة ماشي مع دوميا اللي ما عنداش نروح بحاله اثير بضجر اوف واط حسرت في الجمع ديالو عمل غدا ونعوض لك طبعي الاخر لحت شيرين التالي مع الصباح وتخشات في الفراش اوف حس بالغضب الشديد ما ترهش تلحل المد لابيسين وسبقة تنفس على الغضب ديالو ولكن اذا هي هجرات سباحة من ديك الحادثة ديال المسبح المشؤومة عارفة انه كان معها محسش بالغينا نهائيا انما ما بغاش تنهازم وتفقدوه امان الوحيد باش تنتقب من عيثام عيثام اللي قررت انها تطلب انه هو اللي يقدمها الاثير نهر هرسها باش يشوفها بالتوب الابيض في ديال العلاج الاخر كيف ما شافته مرات عديدة ومعلق بمرته لانا بقت فايقة بالليل وكانت شكت نقشر نفسيا بصحة قرارة انها بغت الزمر في قضية اثير لان اعترفات بلي الامر تعددمر حالة الاعجاب والانجي داب اشواط يفقدت قلبها بمرة وانتهى الامر فشافت اسم شيري في الهاتف وتقلقات وخرجت بسرعة هاد الشي بدت كان كافي بشي بي نغيرتها خرجتها ورلت الهاتف من الافكار ضل ناس واثير ولكن نلا غيتها في انتي كانت اصل بك هذه الساعات صافي استسلمتي ليه بات سهولة ولانا تنفست بغيدي محملة شدوي معك في هذا الوقت نلا غيتك تكن سحابك مختلفة وكتحطيت مستقبلك قبل كل ساعة كتغلطة ها ضغيطة يحكي شباكو مشيتي معايا كدوي لانا بغدب اه ها صافي سكتي مصقش انا شكنتي ولا شكل ملصب ديالك لا نسمح لك الطاولة بها احسر مراسك شباكو اللغيتة اعرفت من برا تصوتها بل ما غلطت معها اوكي كمنا على الخطة حاولي تحاصري وتبقى معها دائما لكي تقدم لك القادة التلفونية ليس مأزة من هذا الخطأ على هذا الخطأ وشخانها دكائها او لا تتسلي الحيرة طغيرة انا سوف ندركها للغيتة اذا نريد الميل والرجل اللي لدينا اش كنديره مشي كنخنقوه ونحصره ونتفرجي اصبحنا واصبحها للملك وليله الفاقت والبسات اللي نحويجها وتقدت واخدت قرارها خرجت بكري قبل ما يجي عندها اثير واخدت تاكسي فتجاه الحمر وزفتت ليه مساج خبراته اللي دعوها للخدمة ومعنداش وقت بزاف عملة باكس نصيحة للغيتة وقررت انها تتبعد عليها اليوم واحد بشي يستشعر وجودها يعرف الفراغ اللي خلاته في حياته ومنها تتبعد هي لتأكد من ساحات مشاهرها بشي تبعد عليها الطاغية اللي كتسلبها عقلها بغاته يستقل وجودها يفتقدها ويحلها مشي يسبقها شيء روتيني في حياته وكان لانا دك شين يبغير في الجهة الاخرى كان غادي التلطق كان غادي التلطق من القرى الميسج كان بغي يشوفها بشيدة بغايت تواجد معه ويشعر بها قريبه لي حيث ولاس من الضروريات في حياته كل شيء وداز بسرعة ما عارف كيفاش هو الحب ولكن كيفاش تدر هاد الحب حتى تتملك منه هكذا ما كانش عارف كيفاش واش هو غادي يخضع السلطان ديالو يتبع قلبه واللي اللي هوها ولا غادي يرجع يخدم عقله ويرجع الخاطبته الثريها شيرين اوف شيرين انسى انه وعده باللي غاوض اليوم على الامسيات البارح اوف تقدر تكون باردة وما كانت بغيش وعارف هاد شي ولكن وعدها دوز النمرة وحدد معها موعد ولكن غير قطع حسب الفراغ مرة اخرى كيف سقد لانا وكيف سقدها بزاف تفكروا نهار كامل محصور فيها جنن عليها في الاخر حاول يتصل بها القتلة الحطافي حاولوا حاولوا العلبة الصوتية دائما كان غادي يتصل بها في المجلة ولكن درت لقل بقات عنده قاتلة اللي غيثة تقدر تعرف وتصرف معلنا خائب كيفش غيم كلها يتغلب على بحل هات الشوق في المستقبل كيفاش بقدرش يتخلع لها كينا طريقة خاصة يلقى طريقة اللي ترضي العقل والقلب الثير غاز قدام شيرين في مطعم راقي كجسد حاضر ولكن الدفن دياله والعقل دياله وقلبه وروحه في مكان اخر كل مرة كيتفقد الهاتف دياله العل وعسا يجي اتصال ولا رسالة من محبوثه اعماق دياله كيف سرخه اشنو الهترا يكما بتاعدتها لي وجراته الابد وحليش كتاجروا بدون اندار يكما الاتصال اللي جاني مع ان شيرين البارح وانا معاه خلات بعد قبله تتورط اف علش ما تشرحش ليها علش ازداد الاتراب دياله القلق هو كيتفقد تلافون المرة الخمسين وشيرين مع السبع شنو كاين علش مقلق هكا اثير والو كانت مكلامة مهمة ثول التلافون ويتضعق شيرين علشت مطفيتش التالي ديالك مطفيتش معك البارح اثير وهذه مكلامة مهمة شافت التلاع قد حجبانه في استغرام في المتاصل كالرئيس جهاز الامن الخاص به علو سالم شنو كاين اسمح لي يا سيدي لزعجتك عارف مني طلبت مني توقف في البحث عن حيات ديك البنت اثير قاطع اثير قاطع قول شنو كاين اسيدي عارفت واحد المعلومة ضرورية خسني ضروري قولها لك اثير واعقول هش كاين لا تتفتيف سيدي اثير هي اثير وادوي مالها مزوجة اسيدي اثير الغد اثير ساعت كايدوس سوص قالة كنت تحرق نار الغيرة وانتظر اني الان هش يريدك وانتظر مضائي لانتظر لا يكون وضوما تذكر انتظر كوماتم وبين ساعات اثير و انتظر اني اثير لو تركيها ونخلي يأتي لعندي في هذه اللغيطة ستخسرني المخطط اللي دايرام ومن الصباح مش يتوحشني خصدقت انا اللي موحشة ولكن تغلبت على قلبي وطفت تلاف ونهار كامل يا ربي كيف هاش سنخلي يأتي لعندي قلست كنا حطفت فاري وش نديرها لا 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 ولكن هاتي الطريقة الوحدة باش نجيبه الهنا دائما كان شوف ديك الحيرة في عينيه بشأل ماضي ديالي يخضب العرف ولكن اللهم ما يغضب يبقى مع شيرين بوحدهم كان حسن بالمرض كل جعل اطراف ديالي كتتلمني ودك لقين قيبات وعدم القدرة على التنفس كان حسن بحلة غادية الموت من الغيرة شديد تالي ودوص للغيطة لا لا ما زال بغاءت شيرين في المطعم ويجي لعندي انا للغيطة بيانسو نفس بصرعة اوكي قولي لي هي بالليكت مزوجة للغيطة اويني وش هاتي بصح ما عندك دخل وصلها لي بأي طريقة ويجي لغيطة لا نخاف اويني لدي المعلومة في طريقه ويجي لدي المنزل ارجع للحاضر مزوجة 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 انا لم تكن من تقيم جديد تحب وقتك لم تكن مرتزع من هناك مرتزع لتقيم على رجل تقيم و تبيني وجهة نظرك ماذا تساعدك؟ ماذا تقول لك؟ انا كنت اخبط في الطابلة و اتقفزها لقد وحبتني لك يناولها في الداخل انا مرحبا ان تريد طريق وعرفها كيف تريد و كده يرى وى رعا ماشي انتدابا شريم سخرية يا كندب اقول لا تشيري اللي كتبين من قلبها ما قدشل عاهرة اللي كتبين حماها خلقي علاقم المتعرخيصة سامحيني انا وقد قصت شدوك الكريمة حاولت باعدك اليوكت كانت مضاميرا بذلك الكلام التي قلت تحكم بي الغضب أصدق الكلام الذي كان يتقل وقت الغضب عيسا ما تقال بقوال الذي كان يتقل وقت الغضب اللي سنقول ليك هو صبح الأخير او اللعم تحضبت لعنده وش درعتك لليلة العرس ديالي أثير تلمس سائر قيزيت في السرعة تجاه اللي سلبات راح تبعله سرقت له قلبه ودخله عاصفة للغذب كيفاش قدرات كيفاش قدرات لعب بيوت خليني بغيهوية مرة دير رجل آخر هالفكرة بدأت خلاته كي تستطع كيفاش هي مك شخص آخر من غيره لمسها واحد آخر قبل منه كاتت الغيرة أنها تقتله خبطي دي بالجهد مع المقد بغيهوية تصور أنها سدسة ليلة ديالي النهار كامل والجهلات ومش تبقى مع رجلها شم ندوره في حياتها في هذه الحلقة في هذه المثلة الوسخ اللي كيجمع بين الزوج والزوجة وهو هو العاشق وفي الأصل مريح مع شيرين عشهة تخربيق ومشي عاشق لا لا هو معجب وصافي نسافض قلبه ورافض كلمة معجب صححة لا لا نسعاشق مغرب نحوص بها وصل الفيلة ديال السيدة سومية ونا تفكر كيفاش هي ساكنة في ساكن مغزاري بات وخلت مدينة هادي سنوات وفين هو هادي السوج واش كدبت عليه خصوص انها خلت عروس شامل طنجا لا لا ممكنش وشاف الحالين اللي مدينتها في صوتها ونظرتها للبحر نفهمش داخل خسر رائع للهدوء زيال اللي كيش شعر بي في بيد الأعمال خسر تتصل بها تشرح ليه ومساعدة سيغ اي حاجة تقولها لي غير ما زحر موش منها لا هو خاص يشوفها وجه اللي وجه عايت عليها وجوبات وحطت شيري رجلة في طرح تدعس بامها للا غيثة بل يا بل سهرتك سلط غياء واجابك بها مش يخطبك العزيز شيري استدعوه الخدمة عنده شي خدمة للا غيثة وشكيلة وكتخص الخدمة اه صح ولكن هذه المشكلة استخدتها لنا شيري ماما وصفرها سالي من رئيس جهات الأمن لسه دعاء وانا شهيته بعينة من يعيث له لا غيثة أنا لا يعيثة له بشي خبره بحد المعلومة بخصوص لنا بل يا بني كانت تهمهم الدرجة المشي لعندة وخللك غاد شيري تقاطعوية تدعوية لا لا بنيسي لا ما تقع تعيني وشيديت عندي أنا متأكد باللي هو وصل عنده دابا خلكم شي يجري عنده البارح قد نهاره كامل معه حسن نسلم معوعدتي يا الحمقة وش هاتشي ما فيه غكش وراك أشنو غير يطرف مستقبالك معاه قدرت مع ماماها أكدات دونونها تجاء أثير اللي هي بالطبع ما محسن ماش ولا أم يثقال درها كل ما شغل باله هو عصام أشنو كان بغي يقول من وراك العمو في المطعم علش طلبها سحيد لخاتم وش يقول هذيك الكلمة اللي كتسنها سينين ربما هي الكلمة اللي كتحتاج اسمها ربما هي الإجابة والحل لكل أحزانها وحيرتها ولكن لا أنا ما غاديش تخلي قلبها لعبة ثاني بني بديها إلا كان بصح كي يبغي غادي بديها قدم كل شنار عرصة اقتمنتكم كان بحل أثير لخلي كل شي وراه وجرب تجاه حبه بدون اعتبار لأي مخلوق معه تسمت بسي ساماتهاش قلية كتخين نفس اللقطة اللي در أثير وديرها عرصة منهر عرصة ويتخلى على مبادئه شابتها لغيتها ضربتي الدم عرحد اللي العن هذي المشاعر وهذا الانتقاب وفجأة جاهز صوت من الخلف بها انتين هيك تعشق من قلبها بحل ماماها تماما قال لغيتها ظهرت بغضب بها أشكال دين هنا بها مكين لاش تسعملها الطريقة غيتها أنا ماشي واحد من الخدم اللي عندك قال لغيتها انتك تخدم لصالحك بها أحرك سببتك يقول لها اللزعم لا لا مجموعة شركة دين راجل تعقلت مع شركتي أنا اختاريت بإرادتي حمايتك وحمايت شيري إذا ما كيلي لاش هتتعامل قال لغيتها آه فهمت دا بها سببها كيكفر على دنوبه بهالطريقة بها اش من دب غيتها انت عارب الليكس كنحمل مشاعر ارتجاهك ما كن الكرش ولكن ما يمكنش ينخل مراتي أولادي بهالطريقة غيتها وعلش وفقت إذا وخدمتي معاه بها هو كان كيديلي بزاف حل مرة انقلت شركاتي من إفلاس ونهار نقف على حالي شخصي ما تردتش حتى كي الساحة لغيتها إذا كنت كنت تهيئات سنين كاملة كتيبت جنبيعي لا قبل دين دين راجلي مشاعر قبل باع بحزن وشعار فبلي مراتي ماتت لغيتها كيفاش ابدع قبل ما انتعقد مع راجلك كان هذا وسبب آخر هو ما السبابي باش مبقيتش دعبيت شرطة تيقيني ما كانش هدفي لعدبك بتواجد قربك هي مجرد صدفة لغيتها بها صبح على خير أنا مرحقا غالناس بها نديري بالك لشيرين يا رمك تبغيش أثير حاولي تفاهمي معاك تروقن عيام مثل تجاءت الانتقام كيف ما دلتينتي اكتفت اكتفت تعطيها بدارها وطلع في الدرج بسرعة ستت عليا في الغرفة ويكا تحمل الآساء وحزن اغطيات قلبها وما كانش مخطط يكون قريب منها هي اللي توهمت هاتشي هات سنوات كاملة هي اللي ظلمت نفسها بحين هي هو ما وعده بوعله أكيد هو راجل وعرضت راسها بطريقة سهلة ما يفوتها شكي بقى راجل راجل انت اللي اغطيتي بالزواج بالحب وبقيت تتعدي بكل ما كتشفي الرومانسية يلا اللي نجو وعجلها الواردين دي العيسة كل همسة ولمسة بيناتهم كانت تخليها تحقد وقد يدخل هذا الحقد للقلب ديالها ومليمات راجلها طلب منها انه يتزوجها بشي حافظ لما بسالك ادخو وستزوجها تحقدات مني رفضات وحصار مات موت زوجها انت اللي لحتل ارسك عليه اللي لحتل هرسك للزواج براجل استثماري وعند بالك تحقي طموحك انتقامك اللي بقيت اتتعمل مع بهاء بحتقار وتسلط وقشتر لي الحرقة ورمال يوالو كان يقعيش أهلا معصرت في حياة وست نموت مراتو ونتهمك الوحيد وانتقام حتى تواجه من يدها صرخ اسمالا يا رب نعم هذا السؤال اللي كانت تسأله البنت بعد تجربة الحب واحدة فاشلة ولكن السؤال هو تحصر ديك الساعة كيكون بعد فوض الاول وما كينفاش عناش كنحاصر راسنا في علاقة واحدة غلطسين ما كيبغيكش خانك ومبعد هاتشي ما كيخليكش ديكس غلطي متحبطة من قيمسك اللي ممكسافش ممكسافش وقدم مدل اللي سيراتك قدام وغا تلقي حاطك تحت سباته ومستغلك انشي طموحة انشي زوينة ما تحتاجيش هاد الدرن اللي يرفض ورد بحالك إلا مبراكش كيف بغيتي ماشي نهاية الدنيا كي راجل في جهة اخر اللي يكي يموت عليك او لا غادي يموت عليك خاصة غير تشوفي فيه ما تغلطيش غلطة غيثة لي ما كتتصلحش دخلات الحاقة لقلبها بعد ما انكسر هاد الاخير وترمعت في حد راجل ما كتبغيش وبقت كتتتحصر على الحب اللي كتشوفه قدامها وده بغا تعد بحثة بنتها وتخليها تدوز من نفس التجربة اللي درس من نهاية سينيين هادي وكلبك هو بطل الليلة بدون منازع فبينما اللي لغيثة كتبك وكتتحصر على شباب هاو كرمسة وحبة اللي تسهمات هادي سينيين كانت لانا تهيه كتبك على ماضيها وقلبها اللي ضنت انه عم مرود شافة ما سال ضنت انه قلبها موحاة ليش تصل ليش واحد بعد عادل الحارس الشخصي دمرد تكسير الامان اللي كانت تنزدوا يسالي في الاول ايه عادل هو الماضي الحلو المر رجعوا للسينيين اللون حلس عينها بحرشة تفلة باريئة على وجلد وحدها هو كنجارها عمار عمار سوق تم عمار ساب في مدينة سطنجا البالكون ديالها كيتل على الشرج المتبيته بغسومين تتحولات مشاعر تفلة المنبهرة بجماله وعضلات المشاعر المراهقة بجهاز قوي من الاسنان وضفيرها سينيين تتراقبه تتابع يوميا تتقلب على الاعدار لكي تكون حدها لدرجة انها تزرعت النباسات في الشرفة غير لكي تدير السبب السقي وسبق الوقت اطول تتأمله ولكنه من سببهش لها حاولها تتبكون الطرق اللي قالها عقلها المراهقة سببها حلط طفيرات ديالها ولا سكتلق الشعر الطويل حيدات تتقلب الاسنان وكي تتبع الماكياش وكي تلبس لبس الشابة مراهقة وتعلمتها كيف تكون أرثة وتجدو لها وبالفعل نتابع لها وكانت توقصها بالباكالوريا وذلك يقرب لها وحوار من هنا وحوار من اللي وكان هو كثاف سنة الأخيرة في الكلية الحربية وبدأت قصاد الحب كانت مقابلاتهم قليلة بحيث ما كيش الوقت فيها كدير الأعذار باش تخرج تشوفه وتخرج وهي اخذات الباك ديالها ولتحقت بكلية الأنام بقسم الصحافة والإعلام وتمازات تحريتهم في الخرور ولو كي يطلقوا كتر كان حبها ليه مريء كانت تفضح عليه تفصح عليه فقط نظرتها وتظرفاتها ولا غير وفعلا تكلل الحب ديالهم بالخطوبة ومن بعد عقد القرآن وذلك ساعة تخرجت كانت ساعة لا توصف أخيرا مع الرجل اللي كتبغي وتحقق حلمها الحلم اللي تحول إلى كابوس بطعم الخيانة خيانة الكل ما هو بريء ومقدس وطاهر بعدما رفضت كل الاعتدارات وتبريرات وتلقات منه حملات لقاء المطلقة في هذا المشابه القاسي ويما عرفة وانه حتى انه عمر مقرب لها خلت طاجة وراها وجهت الكازا بدينت الضجيج لعلى الضجيج ديال هات المتينة البيضاء يغطي على ضجيج ديال روح ديالها وحلفت على انها تنجح وتوصل لطموحاتها وحقات الكثير بالفعل وما زل كيت انها الأعظم تعلمت تستخدم أسلحتها واتبقاش ديالك المتزميتها اللي مقلب عليها القفاء هو شخصيا اجبني التصرف ديال لانا لانها عكس ليلة غيثة لتكثفت انها تحقيد وتعدي بجرحها وترميرها لازواج بدون حب وتتوكل عليه باشي يحقق لها اللي بغيت اما لانا واللي الخيالة بأبشع صورها ومع اقرب الناس ومع حب حياتها ما زادها الا قوة اش بغي يكون محا محتاجهاش لي وانما زادها اصرار وتحدي خرجها من القوقعة اللي كانت فيها ويبدلها ويبدلها ودنيها مزيان وقلها وحلل عينيك هادرها الدنيا يا تربحي يا غلبوك هذا هو الحب الاول اللي كيف يوعي اللي كان جرحو فيه كان بكيه وفيه كان يكونوا باقين غافلين ومن بعد الانكسار احنا اللي كان خساره واش نتبعه طريق اللي اللغيثة طريق الحقد والانتقام والكره الداسة والطريق اللعنة طريق انا بنت وانا قاد بوحدي وفي طريق السحقيق طموحي وقد انتلقى معا حب حياتي دي بصح لم يلحس انتو ما اش تختاروا اعجابوني فتعالق ارجعوا لحاضر خرجتهم بحور ذكرياتها طريقات خفيفة على الغرفة ديالها جاهلتها في البداية ولكن السمرة تهزت رسل الساعة وقصى خمسة ومصة تصبح احنات الباب لانا اشنو كينا سلمة في الخمسة ومصة تصبح سلمة شوف يا اختي ذاك البوغوس اللي منوضحها لقدر من باب اشبغك بس طبقه ستشوف اللغيثة اتصدقى في المشاكل ابدأت لانا بتبدي النوم وكتفت بوضع بينوار الحرير قصير والأبيض بالحزاب اكيد الامسة الوحيد اللي يقدر يقصح من فيلا في هذا الوقت هو اثير ولكن شنو عطله حسل دابا يكمل اللغيثة ما وصلت المعلومة في الوقت المناسب وصلت لاهثة لحديقة الخلفية للفيلا وشركتها في السكن غاية يقولوا يكلوا اثير معيني ومن شراشم كان واقف كي يسفر بغضب واضح غنشافة واتجهة بندفاع نحوها شدتها من كتفة كي يسولها بغضب ثم ما الذي يقصح يوجد حمارة وست بوضع لا يوجد المكينة حيث عدوية لا لماذا أستطيع فصولت كيف تستطيع بغضب لماذا تستطيع احساس يجابها ويرضع بل أعمال ونجرها وراءة البلد بسراجم لماذا تكون لماذا 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 لم تنجعني لماذا ملتصالات ماذا اتصالات كنت تتحكيه وكنا نعيد لك من اللحظة كون ما شفتك جلدة بعيني خارجة من هذا البن كون قلت ركي بيتها بلسة اخرى من البارح بلين وانا واقف قدر بمطارك ماذا ما كانت جاوبة؟ لا لا تفكرات البارح بلين بلين سالة الاتصال معنا لا غير تنسى صفقت بلاد الاكل حوالي الثلاث يالي البارح اوف اللحظة بدتك تحاول تسوعب الناس يأثير بقامس وشهامس بقليلة كاملة بردارها كي تسنفعها هذا شيء يعني حاجة انها نجحات في الخطة اخر بقتل الموعد ديالو وكي يجري عندك الاسف بلو عدة ضرور خيبين عليها لا لا اشهد الهدر اللي تخرج من فمك وش عارف رأسك اشك تقول؟ بغيتي اللي افتحها كي تزع ما بيصب بلاس اخر اشك تقصد؟ اثير بنظرة بنكسار كأنه يطلبها تجاوب على السؤال ديالو بالنافي وتقول له لا تم زوجة او لا لا لان اعطته بضطر ضمات يديها نصدرها فهلا لان لغيتها وصلت المعلومات غيرها ولكنها غفلتها لك الموحدة كانت كانت بزوجة وفاش كي يهمك الامر وفي اثير نبغي يقيسها حيث مع السبب ومحكم في صغير وغير بالسؤال جاوب اني بلا ما تجعلني اهلا على الليل كامل ولا كانت اجوابك لان ادرت فيها شوفها ورجعت اتنسوا منطر كنت اثير كيفا اطلقت اثير وعليش ايه كانت عارفة الليل اوصله لها دكتش كلمات غير خاصة تعاود لكل شيء بدات وخاصة تكمل ولكنها مهداش القدرة الاسباب مكتعنيكش اثير دورها لهندو شي دهبا ممزوجهش ياك لان احضرت رأسها وضمان في عينها لا ممزوجهش اثير طلع وجهها وشاف عينها الليل وضوين ومضببين بالدماء هاتشي لاش تخلي سيطان جوجيسي الهنا حركات رأسها بريتي لان انا عودات عداته بظهرها اثير صولها بداخل وجبل من الغضب هي اهبات قلبها وروحها والاهم جسدها من رجل اخر وعليش طلقته ايضا ماذا يبغيك؟ لان اضحكاته وعينها عامري بالدموع اللي يبقوش كايبانهم اللي يتخلطوا بالامطر بريتي الحقيقة ما اعرفتش ما اعرفتش وش كان كايبغيني وش قاهر جلب حال هكاك ما اعرفتش كلمات دي الحب اللي كان يقولها لي السلاوات وش فالصح ولا كان باش يكمل ذاك نطور اثير شو من دور دوره دور ديال العاشق الولهان وخاطيب سعيد مرازه جديدة اللي يردد الكلمات ديال شوق الحب لها ولكن في الاخير يبقوا غير كلمات اما الحقيقة الحقيقة هي شو مزدونوي مع اللق في بيته وعازل طبي دحكات بشات شو مزدونوي اللي ماشي ديالي في ملقيته منيجيت الاول مره لدهره انا وماما باش ندخل عروس جديدة اثير مصدومة اللي كتقوله شافي عارشي شنو قال فاش صوته اثير مبغاش دوي مازال حسر عاربلي اللي جايغة يكون اكثر ايلام لانا كان ديال مره تخو تخيل اخو اللي يدمر في ايطاليا باش يوفر حياة كريمة من هذه العاهرة المره تخيلها تخيلها ابنتها في رعاية اخوه ندمج في الدوكتر من اللازم اثير ولكن مفصر ليك ربما ربما لا لا شنو لي ربما دلمسو فهمتها غلط وكان واضح وعصار كان يكون معها كل الليلة فحل مره تخيله دلمسو دلمسو اثير دوي اثيرا من كاسر بقي كاس بغيه دحكات باستهزاء لم يكن كذلك 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 من المصطلحات الحب والإخلاص والوافع مجرد كلمات اثير دريد اثيرا بغضب ويأس شديد كان على بلو بالإحساس الذي يشعره من اسمع هذه الأخبار هو الغضب ولكن من الوقف قمتان هو شفل بكاعدينها المكتوب وضموها بسبب ذلك مع رجل آخر يشعر بالله شعور حارق عمرو معرفة من قبل ما قادرش أنه يتعرف عليه اللي عارفه أنه في هذه اللحظة يقدر يتسبب في جريمة القاتل ومحيه هذا شيء رجل من الدنيا شنطره من البعض لانا هستك سافة طلبت تطلق فقط بعد أيام قليلة من العرس تتحدموها وصافي أردتي فضول كذا بعرفت كل شيء إجابة كانت في المستوى لكي تجعلك تنالي الكامل أثير لانا أنا تحركت وبدأت لي كلها فازق وهو كذلك شتا من يدعو ودورها لعنته كيف سحلى دماغه شتا لانا أعفك بكي نحب لشي نشوف دماغك غالك تشوف الرجل اللي قنتم هون اللي طحت بالحب دياله وهو لا يترك أي فرصة من وراء خطيفته بشيخونها وشكسب عليها الطحب حب على الأرض والاسم يغناطيس لكل رجل خائن أثير بعدها شنو؟ كتقارنيني بذك هيدك الإنسان هيدك لانا كتغوط وشنو الفرق بينك وبينه ها؟ شنو الفرق بيني وبينها؟ على سهيلة مرسخوا حادل كنا أخوانا ألا نجا أرى أسمعك لعلمك كيفاش أثير أثير في حالك بقيتش بقيتش قد أثير كي حاولي عن قوية مرخية وشتا بحل بحل شي في المهيندي وصاف لا 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 أنا مغادش نخلك وخالك ونشي مرسو خل الأمانة خنخوه وهشي بك يعنيش بنلقى على الناس بحاله بس حكمش على علاقتنا بهالطريقة لا لا خليني أثير بوحدة عافك على قد ما هو بقي يبقى على قدمة ومثال كاس والرغبة وقتل هذا الرجل اللي قتل فيها البراءة ليلحب تفهمها وخلها ومشا داس أسبوع من وراء الاعتراف دلعنا صدا سهلا حبي سبغت غير ترتاح ما كاتبشي الخدمة وما كاتجاوب شعلا الاتصال قد أثير خاصة شوية الوقت مع رأسها حيث ليس سهلات بحل دق الجروح كاملين دقة واحدة ولكن هي الإخسارة هذا الشيء يجيب عنده أثير وتبقى السيدة دي القلب الوحيدة كيفما هو تربع على العرش قلبها وملكه للا غيثة قصفت لها رسائل سحديريا بللي مبقى العرش صغير أيام وباللي خاصة تكمل الخطة مبقى الوقت هاد المره غيثة قدير هذا الشيء يجب أن ينسلح بحياة عصام ظهور البوفاردية كل نهار يصل للدار أكيد من أثير يتعود يرسلهم كل نهار مع بطاقة وسطهم يتطمئن على حالها وفهم الوضع ديالها وخذ وحجها بالزهر توحج دحكتها عينيها دقائها والحوارات المشاكسة التي تكونوا بيداتهم دقات خفافة على الباب نوض بطلاتنا من السرير لا لا صبح الخير سلمة سلمة هذا المجنوب هو أكمل لأنا ماهو هذا البوقوس محبو وفهم محبو بجدد تحضر لأنا دين المطلوب ورأي يتم تحضر وردت لنا مجبو نحب لأنا لم أتصل إلى الوقت وأنا لأنا ورد ورد وصراعا ما اكتشفت انها نفس الورود اللي ما بغشي قطعم لها ديك المرة اعطاها البقاء ودورها الجهة من الترش اثير طلعي ما غنت ناقشو شنع بتليح واجه كنسناك في طمابيل لونا حاولت ترفض ولكن الربع ساعة اللي عندك تخلينيش ندخل عليك البيت كرني صافرة في حالات الجنول ديال يلا سيري تحركات العناء ضغيم تلات حواجها بالزربع بسات سروع الجين فاتح اللوم و تيشيرت بيضاء بقسر بالقدام و سبرديلا اديداس و كسافتس بقلوس و ماسكارا كانت حسب فضول والإثارة والسعادة و حيث السعادة كبيرة غمراتها من شافته افضغي السيارة يلا ركبت حدا اثير عيطانيهم في المجلة و طلبي منهم عطلة اليوم و بلا ما تساولي لا تبقى معي اليوم لا لا انت وقلت ستيتي لا لا بلا ما تجعلني اللهم عندي القناة الجيدة المعك لا لا منها و من نفسها عنده الحق يراجلت علي و طلعت من لما تقولي حتى بسلامة جاهلتي صلاته ضوك عنده الحق يقضب عليها اوكي بشرط بشرط غتخبرني بسر اللي مخبه اثير اوكي شدات دالة و بده تكذوي كتخبرهم اللي ما راجيش اليوم لما هو فكيتأمل فيها انه كيشف كل جزء من ملامحه كيحفظه في قلبه توحش ديك الشقاوى ديالها و ابتسامتها شعرها عينيها الشق لكل جزء صغير منها كيبغيها كيعشقها ولا مفر له من ذلك تحولت لإدمان بالنسبة لي هاد الأيام اللي كان بعيد عليها كان بحل المقطوع بحل الصبو كيهوز على الموظفين صافي هو بغيها لي و قرر انه يلعب أوراقه بطريقة صحيحة باش يقناعها قفت السيارة اثير وصلنا طلت من السرق القطرسة قدام طائرة فين حنا اثير في المطار اثير لله طائرة ومطار باللنتيجة تقول شده من يده وحكمها مزيان اوه بطفت تجاه الطائرة اثير فين غادي راني ما هزاش الباسبور غير سمع غير سمع اثير في المكان المخصص بالقيادة اعطى تعليمات وقلسه في المكان المخصص بالبيلوت لا نبدوه اثير اثير بسي ساما يقول شني مغس بشي الطنجة بالضبط طنجة الأزرق كزرقة السماء وانا كتلعب بميدها وكتدور وكتسنشق الرياح المسكة كأنها طفلة اثير مقابلها غاية كل بعيني خصوصا شعرها الطويل اللي كيلان بسر ريح البحر ويرجعوا اللور ورجي لها سرعامل بالماء واللي كتدر شلها عنها بقهار مطبط مظهير كأنها بحشي لوحة مرصومة من الجمال الطبيعي والإغراء اللي ما كيتقاومش تحرك عندها بخطوات واسقة اثير لانا دارت عنده الريح كتلعب لها بشعره اثير شكرا بالسيف فرحانة كتب غاية تشوق البحر اثير حرك الأصابة اللي بخفة بشي رجالها الخاصة لانت على وجهها هذا الشيء اللي بغيت غاية تكوني فرحانة لماذا أعطي عليها هذه المدة كاملة سبعيا من السباح اللي سبع سنين كي سمحتاجها بقابة واحدة اثير وش لا دمع اصلا بقابة سمحت اثير ورخها على وجه انا شنو درت كبت حمكة على ملامحهم اجبتيني في الطيارة لم ترى السيارة كيف تتفق تتفقنا شابك معها بالأيدي وهما كيتم ترى في جانب البحر اثير المهم نفت الشرطي وصدت بك بنفسي لا ستتفق لي سبب على ما تتفق لها اجيجين قلسوا هنا في قرملة قلسوا بقربة سمقتة بالبحر لا ستتزوري وليدك واذا عند بالك من قلت لك انا لم ارى وليديهم وراء يأتي كل اسبوعين يروني اثير كيف يشعروا الشوق والحب والسعادة لانا اثير عفك لا ترى يديك انا سأحاول ان اخمن مرة بحالة لك اوكي كيف تتفكر لماذا لا تتسوق السيارة اثير تعصد ميكي لماذا؟ انا عاوت لك كل شيء من الماضي ولم تظن بك انا شيء اكثر من الخيانة اثير اثير واذا عمرك تتسكني في قفص الاتهام شدتي يديهم لطف اثير هذا هو الوقت لتتعود لي الحقيقة اللي مع الدباك وخبيها عفاك لا تجديني الجروح اللي نداملات كيف كانت بالصح نداملات ما كانش غتخليك مع الدب حال هكا وتخلي عندك العقدة دي السياقة دي السيارة اثير ما اتراجعيش تتعرفيك حركاتي دي ها انا مبقاش نسبة لك الان ولكن ها سر لبقى الداخل دي سيحتبك كي يمنعك من الحياة وكي يحرمك من المساعدة سديتي على راسك في الخدمة وفي سلسلة ديال العلاقات حساب من زواجك ما عندو دخل لب المساعدة و لب الحب لماذا لا تستطيع راسك راحة اليوم ارحب البلوح لماذا تستطيع راسك من البراءة في الحياة اثير عيني الاول مرة لم يتموه البراءة لم تستحقها كيف يستحق البراءة لا لا بصدمة ما تقول اثيره اه هذه هي الحقيقة اللي لا اعرف احد على اثير اللي يقتلوني هل تتفاصل اذا كان يزعجك الامر اضع راسه اوه تكمش ببص هي كالدور يدي على شهره كان سميس ومورد لا شبعك مورد اليقتوني كان هو الابن البكر ديال العميد مهاء اليقتوني كان محبوب من طرف العيلة كاملة حيث تولد من بعد اربعة سنوات ديال عقل فرحوا بيب بزاف خصوصا مدام نور اللي فرحات بزاف وانتما ادراب المرأة العقيم اللي كتحمل اول مرة وخصوصا اللي كان ولد يعني وريد وما هي الى سنة سيحتاج المورود الثاني باثير البطل ديالنا سعيشوا الاخوة وصل عائلة بحب وسعادة وكانوا مثال العائلة المثالية حتى وصل المورد لعشرين سنة لعمر الشباب كان بغي واللي عميد بحلب كل شي يشهد بالجمال وشهامسه اما اثير في عبو 18 سنة كانوا مفاهمين حسن النهار السيبهة شرى سيارة من نوع فورد باهينات ثمن المورد اثير حسب الغيرة والحقد من جهة اخوة وعقل الصغر وشهد مع الطب وحل حسابه لفيسبوك وبدلي صدع مع المحبوبة ويقول 1% وعقل الصغر Uxf اسم الوقت كان جيد السيارة وذلك انا اللي غنورت كل شي و انت علقت لك طب بعد الهضراء اكتقال غير ذلك الوقت ساعة الغضب و كم نيفش كانت عصورة كم دوغي كان خارب قو ولكن مدام نورة حضرات الكل شي حاولت تهدأ النفوس و طلبت من المراد يهدن خوف الصغير و بالفان شوف يقف صباح بكري و طلب منه اسمح حدث نربه مراد واصافيت صالح نعشيري اثير بدك يضحك يلا عنوض نضسيدي الفرد و اديها لك اثير عنقو اسمح لي يا اخو يا رك عزيز والله مقصدش دكش اللي قلت البارح غير الغضب مراد وعادي دبي الله نضربه ضويرة بها اثير ام انا اللي غنسوق مراد اوكي و فعلا تولي اثير القيادة و مراد حدار دوزوا وقت زوين و فجأة و في لحظة كل شي تبتل مني دازو من الوحد المون حاضر و فقد اثير السيطرة على السيارة مراد دعو تحيد الخور الصمتة و تفعوا برا السيارة و ابقى في الدخل دياله و تحت في الجرف و الفاجرات مليحوا الاثير عينيه لقراسه في العينيه المركزه كانت عرض للصدمه و فقد القطر على الكلام متوقفش الامر هنا مدام نورا تسهمت وولدها الصغير بالقتل انها كانت حاضرة للتسهديد للبارح اما السباهاء فمرد بزايف دوك الايام كان هقاب مدام نورا قاسي و اسماسه بانه قاسل و تخلى سليل و ارماسه بوحده في المستشفى كان مضمر بالكامل شعور قاسل بالتنب كون غير ما خرجه اجدك نهار تخلى المركز اعادة تساهل انه كان مريض نفسيا و تسعزم و مليخرج امه كل نهار كان تذكر بلي هو وقت الخوه وقت الخوه باش هو وليس ولا الشركة ديالباه و بها املي عرف بلي هادشي كامل لا علاق بالورد لحليه و رقمه و سلكات و كلها هذا هو السبب اللي خلاه يولي حارس شخصي هي الا ايام حتى اسمع باللمو قلبس براسة سيارة كان حاس براسة وحيد محطم يكسوه الدم و ارجع للحاضر لانا كنت بكيت الترس بالسعف اثير حتى هو مش مكزالش هدوه كامل لانا كيف اشكت كل هكا ما مسؤول على التحاجة من هاتش لترا كان حاذي بأسات لكن ماشي الخطأ ديالك مامك القدس فالقاء اللوم عليك وسيلة تلفيس على الحزن تياله و الخطأ يما قصداش ذلك الشركات كتقول صافي انسى الماضي حافك عنقات و عينها قوية اول مرة كتشوف اثير الضعيف اللي كي يبكي وهو لا حوله ولا قوة له في حضن امرأة بعد وضع حاس بالراحة فعلا ما خاصتاش نخليه ذاك شي اللي كي يضرنا في قلبنا خاصتنا نقلبه علم نحكيم و نشكيه و غنحسوا بالراحة بحل شي حجرة ثقيلة في قصدورنا نزالت و أولت عندنا قدرة على التنفس الاكسيجين طعم دياله مختالف وحنا هكذا احثير يلا نتحركوا البلاسة زوينة ما خاصتاش نشوها بالاحزن و الدماء حكي باش قدرتي تجاهلك هاتشي لانا انا ببساطة اختاريت نكمل حياتي سوف يأتي واحد الوقت و احنا الفوق سوف نتلقى بخوي اماما و سوف نشرح لهم كل شي لا لا و لكن رهولة عندك و قدم السياقة اهتير و ما عنديش قوى خارقة فأكيد هات الصدمات سوف نطرع لي في حياسي و أخيرا زاد القناع تزال على وجهه قناع الغرور و السلطة بشيبان و حشاب و المهجور من قائل الناس اللي كي يبغيهم نفس غدبه في الجنس و الخدمة و صد على راسه و فعلا تجرح بما فيه الكفاية و شو تخرجو حتى هيها هتجرحو حتى هيها لا غادي تعود لي تعود لي كل شي و تفهموا باللي الخطة كانت غير في البداية أما من بعث في أي حاجة تسالي انها بغيت و يقول لها حيث كتبغيث غا تقول له كل شي يوم بعد غادي تطلب منه اسمحة و أكيد غادي سامحة لانا بتردد أثير أنا بغيت نقول لك باللي أثير باللي جنو قاطع كلماتها صلت الهاتف اللي غير شافتوا أثير شافوا أثير و يتعصب كانت شيرين لا لا حتى سيدي هالي ما تجاوبش عافك يوم ديانا بغيت نرقص ديانا تقرب لعوماك أثير غمض عيني بتسامه و حتى التليفون يلا نوضي كان ديكسة على الليل هبط و كينين أدواء خافصها دل مطاعمني كيني لفوق جرى مني بدا وتلقيت أغنية رومانسية ديال 2000 years ضمها بين كسافوا العران و إذا تسير عليها و بقى كيتفن دوك الطيات تقلبه في شعره اللي كي يسطه و وقفعتش بدورها حتى تدعنا ظهره مستس المسامان المشاعرها كالدور حين كان لصدره بعبت بخلاته كيحس أنه مرساح ومعه ما عرفتش علش قلبها كي يقول لها زيدي قرر بمثال بحلها كتحس أنه هو جزء من روح ديانها بغت تكون حبيسة في قلبه ولكن بوحدها فهي في الأخير مغربية ما غيرتش ترضى بشركة تكون في قلب حبيبها عمرا حسستها كمعها عادل ولا قربت لي هكا دهزوا لحظات طويلة بناتهم حتى هتكلم أثير كان بغيك لانا تزوجي بيا لانا بصدمة وفرحة وخوف في نفس الوقت ولكن تخاطب وبغيغل أيام قليلة على زواجك أثير غنشرح لشيرين كل شيء عفاك عفاك لانا سبعتي شهلية ملقدرش ملقدرش نبقى بلا بك أنا ما كان بغيهاش غير صف قد عمل هاتيك لانا عن قاتل أنا سنة كان بغيك آثير لانا ملقدرش نكمل في الخطة أما انت مغيتا يلا غيتا كيف عشاش غالسك تقولي بقيت معا لي الكامل علم الله شكتك تدير ودبعا تقولي لي بقتل خطة لوالو لانا بلادك الإحاءات ما ترابيني وبين آثير والو سولدك الجاسو زيالك آثير رهراش المزيان متخبش على بنتك معاه يلا غيتا ورا ما كي بغيهاش لانا ولكن ما غي أديهاش وهو مقادر يأدي حسن منه يلا غيتا اهى وملي تجاهلها من الكسي معاه ما أتاهاش ديك الساعة لانا ولكني ما عارفاش وش معايا سي عارفة شنو شنو عارفة كسي كاز قولي لها تفاصيل كاملة عارفة أثير كي يكون معي وعارفة أمر اللعبة وعليش درسي هكا للا غيتا جراتا منتلاعا قلت لي كدخلي سوقراسك انا عارفة شغالي مع بن سي دخلات شيرين خليها ماما دارسا دلانا شنو بن سي لي الصغل بسي لا بغاني ش شنو بن إخلاص زوجي المستقبلي لانا لان فيساقطة توالي انه كان يأتي من انه بحبك الصادق وطريقة تعبيرك عليه وتفهميه مش تحطي في الإختبار شيرين هاهاه مع رجل بحل آثير انا بعصبي اه بحل آثير تسعطيه الحب والحنان تفاقيه واتحميه من الجنوب مش تحطي في طريقه الاغراءات شيرين مندهون سأريعه انا ارجعت خطبه الور انشي ما تستحقيش شحلكت غبية سأجعله لك وانحيض انا بالحياته ولكن اذا سنجعل لي حرية الاختيار سنعود لي الحقيقة ونجعله يختار شيريم بخوف دع الحقيقة حتى الجزء اللي انا عارفة فيه كل شي لانا حلت الباب للمكتب تي ساما اشبال لك وخرجت شيريم بدا تكسبك ماما اشغل تقول هالو لغيتها اكيد لا هي كتبغي ما عندهاش الجرأة باش تجرحوه مباشرة هزا تكسبها اوالا قالتها لي من بعد شيري لله يا ربي خاص العرسي تقام اوالا غتضمن لي مخططاتي هكذا لغيتها بنسي نسي عليك هاد الانتقام ما تديريش بحالي اعتقدر منك هاي ساما بنسي وورا كي بغيك ما تقصحش راسك ووراك غتندمي شيرين كارامتي خاصة ترجع الزواج غي يكمل وخا عرفت باللي اثير كي بغيها لغيتها وما كانش كيفاش فيقي فيقي غي يعرف الحقيقة وغي يبعد عليك رجعي لها هاي ساما شيرين ما تغلطش بحالي شيرين خرجت بسرعة بتيجاه شركة اثير خلات المكتب اغنض من كورسي اثير شيرين جيت في الوقت المناسب بغي نعيط للك بغيت معك في حد الموضوع مهم انا خاصة تعرف باللي اثير خليمين دوي اثيرين تي عارفة من الزواجنا غير على مصلحات شركتين اما انا راه ما كان بغيكش وكان ضل حسن سي انا لقيت البنت اللي كاسبغيني بالصحوية اللي غنكمل معي حياتي سمحيني يا ولكن من قدرش لك من حياتي بلا حب بلا لا لا كان عصادر بساف شيرين ما يمكنش العرسي تلغى ايوه اسمع اسيدي عودت ليه كل شي على الخطة دي اللي لانا بعماماها ودرت رأسها يلا عرفت الحقيقة صافي عرفت هي هاد لانا ديالك هل حقيقت هذا ما اثير لا ما يمكنش ما يمكنش هيك تبغيني لا كل شي كتوب غير خطة هادي درتها مع مسبب الكوره كوره هالي انما تسيق تسؤولها في المكتب دلانا وصل الليل امقات الشركة بوحدها قط النهار كامل هي كترت تبقى في كهره كيفش بده تقنعه حتى تحل الباب ودخل زلزال كان اثير عيني حمرين وعرقه بارسين لا لا اه كتجيل عندك شده من شعره بالصح كان كل شي كدوب كل شي خطة اللي بيني وبينك لعبه لا 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 كنت بها نعود لك كل شي اثير والله تهمني وش ما تزيدي حتى كلمة اللي بغيت وعرفته طلعتي كدابه وكت عرفت لعبيه بالأوراق بزيان هلاش اهلانه هلاش هلاش خليتي انسيت الماضي وتمثلت على قبلك هلاش رجعتني اثير القديم هلاش خليتيني نبريك كل شي كدوب كل شي كدوب حتى هذا من اللقاء الاول اللي كنتك تحب وصدفة طلعك كدوب بغيت خليني نتعدب ما كفاكش العدب ديالي قلت واخي اي رجعت اللي غتعوضني على الناس اللي اخترت في حياتي لا لا مقات كاتبكي لا لا اثير والله ويحتى واحد صرية تسمع ترخ سكوسي مبغيش نسمع والله ما عندك كدابه بحالك غدا الزفاف بين اثير اللي يقطعني وشيريني كاظم الزفاف المرزقب من طرف الصحافة وكل شي كيدو على الفسان ديالعروس وعلى المكان ديالزفاف اللي هو الباخرة الضخمة ديالسي اثير الباخرة اللي كان فيها معلانا اثير ساد دعلي في المكسب دياله ليح تصاور لانها فوق البيرو تصاوروا معها تصاور لي من النهارك تشوف الحقيقة وبعد عليها وطلب منهم يسمعها ويصورها اي حركة كتوصلوا في صورة اعلاش الله نا تتشغل تكوني بحالي بحلاكة وش خطأت قراءة الحب في عينيك الحزن مرسوم على ما لم يحق بوضوح اللي مع خسافات من عينيك ونبسي السامن اللي كانت ما كانت فارقش دهب في المشهد الدخن ديالك اللي كان ديبا مرفوع دائما بكبرية اعلاش كيبا بكسور وش خطأت في التقدير الحب ديالك وكانت غير مجرد درجة في سلم الطموحات وعارف رأسي شرحتك وليكنت يدبحت سيني وعليش حر بسيني منك بعد ما لقيتك وعليش خليتني كيف ما خلاني مراد ومع ما ضربتهم على البيرو اعلاش الله نعلاش ذكر القرار دياله اللي يخلنهم يكلفوا لانا بالإشراف على فعاليات زواجه وانتهمش واش بغي يعدمها وعارف انها كانت بغي كيف ما كيعشقها امر بايل من صورها وملامحة اللي يسبت له واحد اخر غيشوفها في قمة ثباتها وقوتها ولكن هو اللاب وحافظها وحفظتق اللباسها ويماء بسيطة منها كيعرف حالها اصلا هو كيجي اللغة العيون عارف من اللي هي حياته ما يقدرش يعيش بلابها هي الهاواء اللي كيت نفسه ولكين واش غيقدر يسامحها ولا لا عند عيسا من اللي قال اسم عمو للا نجوة وابنتو نادا وجداتو راوية على مائدة الفوتر هو شارد الدهد راوية نجوة خدي نادا تلعب في الأرجوحة غمزاتها بغانديو مع عيسا مشت نجوة ونادا صغيرة عيسا شنو كيلة جدا انت اللي اللي شنو غدي تخلي بنت عمو تزوج من هذا كاثير عيسا مو يترفق طبلا هي بغت تزوج منه وغوف راوية جراتو نودني بشوية البنت كتا عشقكرا هادي سيني الرانينا اللي اربيتها انا كتساكتا غرح ترامل المرات كليلة وبنتكم ولكن دابا دابا ما غديش نسكت انا وش انا كنشوف حفيدي كيتعدبوا وكيضيعوا حياسهم كسير سنعندها وعودليها على باش كتحس سير سحرك واو كيفاش بغتين انصارها بمشاعري وهي لابسة خاصة دي الرجل اخر يا الحمق انا راني مرأة راه يديرها كغيبت شحركك وتنود شد بنتيها اصلا داكاتي راه كيبغي مرأة خورة عشيرين قال ثانية نود نود من قد منتعمك من داك الخارب ركش رحتيها بساف راني في خبار يكون شوية محتاجة مغامرة صغير على قبلها انا مركز بخل المشاعرك اولتي عصا ما كيشوف جداسه بحصلة ما عارفش يميز بين السواب والخطأ ما كان لو لكي نتأكد انها باقى كتكليه المشاعر واش غي يجازف ويغامر ويصرح ويديها قدم كل شي واش يديرها عند لانا اللي يتقاهرات هاد الايام ما كانش متخيلة ان بعده غايكون به هاد القسوة هاتي نكملها بخلاهية المشرفة على التغطية الصحة في هاد العرس معروضة لعرس حبيبها شحال خيبها تشوفوا في دراع مرأ اخرى اللي ما كتبغيش وكتستغل فيه اللي غاي يملكها وتفق على وجوه كل اصباح لا 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 متقدرش تحمل قسوة هاد الماشهد كله هتقلص في غلفتها ولا بغوا يطردوها من الخدمة يطردوها قاطع تفكيرها دقة تخفيف اكيد سلمة يا ربي السلام اتجيبك على الاخبارات اللي بحلوشها سلمة لا لا تكلمي اختي لشي واحد اللي تحت كي يسول علي لا لا بفرحة شكون سلمة ومنا عرفوا اللي عمليش فتو لا انا خبضا هكا تسحبوا هادك اللي كتسحبوا حسن سوبا اوكي انا هابطا هابطا سويا فتاتا اقول شكون غاي يكون حلات بمؤيدة بها كانت صدم كان حبيبها طموبيلت طموبيلتها مضغوطة اللي كانت تحمق عليها وليكن سرعان ما فكراتها في الحادثة لجمعتها باسير الاسير كنت تعرف شحال توحشك العامل اني سالانا هي هادي رات سالة الاسلحة ديالسيارة ديالترشي يعطل فيها هالعنوان دي ميكانيكي وكل شي مخلص مع انتي اثير لا انا غير اذكر الاسم دياله قلبها بدك يجتح اوكي طلعت ويكا تفكر شكونت يا العنوان وش انتي اللي تسدعي لك لبيتكو وتتحسر على الحب اللي ضعبني لا لا انا سوف كدو وغنسك وغنبس وغنمشي لحد اللي عرصا وغنمشي لحد اللي عرصا انا ماشي اللي يزبح في حقيو في الحب تيالي تخيف على مشاعر شيرين وصحب راسي انني شيرين رفض فيه بكي عامل ساعة صدقات ما كاتبغيش ما غير نخليش يغلط أبدا ربط الغياد ووشات في الكتراسة وخرجة كاتبري وبدأت تكتقات في الماكياج قدرت كونسوغين كي تحدد ملامحة و الماكياج سموكي اعطى لمساقط سهلة لويناتها والشفايف قدرت ليه معكر أحمر بلابخة ويبست غوب دي السهرات حمر وحضاء فدي عالي في الكعب دياله وطلت على رأسه في المايا واش حال انا زمينا يخليني ليلي ايوه قدرت كاتجري حايدة صندالتها كيف عادتها وكيف سيارتها اللي سوحشاتها انا غنوريك السيئات دي العرس في الباخرة اللي كان فعل موعدين للأول وخا وخا دي السرسي مزيان وانا جاية احسن فاتبينها وبين نفسها منلي قبولها العرض للغيثة كان غلط فادح ولكن حبها لي ما كانش غلط وكيف سيارتها حيث تكون كن نحنا نختاره من هذي وقلوبنا يفقد الحب حلاوته وعدابه ولدته ومرارته هي كتبغي يقاتي وانتهى ستجعله يشوفها يتفكر كل لحظة تسمعها يعرفها كي يبغيها ومتألم كثير منها كون كان العكس لا يستفتش مزحر يسابها كيف حلم كاللخ صاحبية محسرفة وكتبعين الناس بلا ما يحسوا هي موهب سلولة وصلت الميناء لي كدر صوري البخيرة لبسات لي صندل ديالوم شاترها سمرفوح بكل تقة هاديها لانا بطلتنا اللي كان عرفوها قوية وشجاهة وجاية تحضر العرس حبيبها من بعد غير طلعت البخيرة والانظار تلاح سالها النساء بغي يتلحوا عليها بالغيرة وورجل حلوفها بوم الجمال في الصورة اللي قضاه كانت لامعة ومشهعة ما اهتمتش في هات النظارات حتى نبحات عيون زرقاء لها في خارجة منهم درت بسامة حيث تغير عليها من نظارات الرجال اللي كي املوا كل انش فيها كانت حدا شيرين واقفة بوستان زفاف بلول كريمة قانقة وراقية كيف العيضة شفت هاد الاخيرة ويتصدم تعجبات من قوة هاد المنت الحديدية وتمنيت تكون كاتب قوتها واضطربة اللي ما تقتلها تقويها هزت لعن الحاجب ديالها كأنها كتتحدها شفت اثير جهتها وانتقلت جهة المدعوين بالزربة وتخلطت معهم باش تمارس موهب سطمية وتبادل الحوارات وجمع المعلومات وسحر سحر كل من حولها جمالها وثقتها بنفسها تبدو انها تبقى وصت الناس باش ميقدرش يقرب لها كانت تشوف النظارات واللي عامل بالغضب من نفسه بالشوق والحنين ابتسمت ابتسامة لماذا عندي حدث قوي ان ابتسامة الجميلة وراها رجل دارت لانا كان شاب غايف الانقة اسمحلي ما كنت؟ عيصام كاظم والدعم شيرين عيصام وانتي انيسا لانا اسمحيني مادام لانا لانا اههه وصلوا لك الخبار صحيحة عيصام سوي كتعجبني هدل اغنيات رقصي معي لانا شافت فؤاتي لغاية ترتق اكيد جرها لوسط الباخر وبدكي رقصها بطريقة مثيرة نفست نسبة جميع المدهورين سالت الموسيقى وتوقفوا على الرقص عيصام ومبعد هذا الرقصة اش من سمحتر نمشي ليه؟ لانا كيفاش؟ عيصام اهثير كي دير فيه شي شوفة دي القتلة كنستحم على المال اللي كي يبغي لانا وانتهنا على قبل الشيرين عيصام تماما لانا واترها اسمح لي غمشي المرحل كان اثير حاضيها بعيني وكي تنغير الفرصة في ان تبقى بوحدها وينقضى عليها حيح على رجال اللي كلفهم براقبتها انا لم يخبروش باللي هي جاية جات وشائلت من نيران دي الغيرة دياله بشكل غير مسبوق دخلت لانا المرحل لذا بها كتفاجأ بشيرين كتبكي لانا بسخرية شيرين؟ مساء النور بروك مدرسي شيرين اشكا تدير هنا؟ لانا كتقدع كله اشكا تدير؟ مال كاميو؟ هدا عرس انا اللي خاصني نسولك مال العروس ديالنا مخبية في طوالات شيرين؟ بغيت يسعر في؟ مسح منش نظرات وليك وياها داوي على عصام لا لا ومني عارفة عارفة حاضيني مفرقنيش لاش مازال بغتك من العرس؟ ويا داوي على اسير شيرين؟ شي ما فهمة والو؟ لا لا في خبارك ضلت اليوم كاللوم فراسيحي دخلت لهاد اللعبة الموسخب عمك واذاكي الحاجة الوحيدة اللي من دمتش له هي حب اثير مالش ما قلتش لي يا ألا تصبروا ديالي معاكم في الخطة؟ لا لا بغيت يسعر فيه ماش مني يرجع لعندي يجيبوا الحب الحب وصافي ماشي بسبب صدمتو فيك شيرين شيرين مالش انت هنا لانا لانا قلت بس من وجهة ماش نرد اثير شيرين بورود اوكي ستساعد لالا استغل بس من بورودة شكرا خرجت لالا من المرحل دعني يا شيرين حسنا مسكا سائد قوية بهم شيرين بقى في طوالد كتقد حالس حسنا دخل على عصام وصل لها من وراه شيرين عصام كاذم في طوالد ليلات وفي الباخرة تأثير نقطوني هاي هاي تبدل السئة ولتلهم حيثم 3 مجال من بتستيبع أيها الهو م joints هاي oilsم شيرين الصدمة والفرحة وكل شي مخلط عليها هو يحيذذ punt ايسا واش بان اردت ان يطلب منك الزواج؟ لا يزوج ولكن لم اطلقوا لي ايها كنت مغيني كان لنشحيك واذا تفهمه وما تقالوش كنت مزوج اي الشيرى مغينة ايها اخرجت ان اردت ان تخطب بصايا لنبيت ان اردت ان اردت ان اتخافي وقصت على راسك واش باش تحميني كنت تهيني واش عارف العاذب اللي حسيت بك مصخة ومدلول ومسهل ماذا زوج و راجل كيف تسكسات راسه و راجل بحيالك تحركات بزرمة جهة الباب تلقني يا عيصام انا لا تزوج بأثير على الاقل هو قبل بهذه الموسخة تلق مني عيصام صدله فرما سكسيه سكسيه و سكسيه و سمعيه ذلك اليد جررتها الموسسودع و مع انشاد الضوح تلقات أثير قمتها لانا شكي سحب راسك انتها كتير أثير كي تتأملها اشهد اللبس جيهة تلوزي قدام رجالك تفكري او لا لا ماذا قلت لشيرين دوي لا لا حديث نساء مصافة اثير ولا الجيهة تلدابة عاثاك ما تقاطعنيش حيث اللي بغيت نقوله لك صعيب اولا انا عارفة غلط بما فيه الكفايات و توردت في خطة للا ريتها كان كل هدفي ان انتبت باللين تزير نساء اولاهم و فاسد كي يجري وراء كل البنت ولكن مليت عرفت عليك خصوصا في الحديقة اللي في البناية امور الخطة انا بغيتك اثير خاصك تعرف من اللي بغيتك من قلبي وباقى اثير بغضب لعبة جديدة هذي عادرك عادرك على سؤال ضن ديال كمية ولكن كان حسن لعبة و اذا رجعت له ستلقبلي انا مقص بحسب عديراتي او لا حاولت نغويك لاحكس كل شي بدا منك انت ولكن الليلا جيت على قملي وقبلك جيت مش ندافع لحبيدي ما بغشنا ادي شيرين ولكن لا تحاسبني بما لا امنك قلبي معاك وبغاك ما كانش عندي الاختيار احذرت نهات نهيدة طويلة و اخيرا قالتها كانت اكثر شجعة منه هاد المرة منين بش مصنوعة اعتاد رهات على خطأها وصرحاته بحبه اش بغاكسر ولكن شيرين شيرين اللي مسكنة لابستها وبها الابيض و كانت نزواجها يتم وش ممكن يغضرها بها الطريقة ليل سعرسها وش غيكون حقير اينا ليحسن هذه الدرجة اثير كان بغيك كان عشقك انا مسامحك ولكن شيرين شيرين ما نقدرش نغضرها بها الطريقة و ما نخليها وقفك تسنف عليها بطوبها البيض ما نقدرش نكون اينا لي وحقيرها لالا هو نعم الرجل تزوجي بيا لالا تزوجي بيا لالا سوف نكون مراتك سيرية و مراتك ثانية اثير ليس بالضرورة تزوجي انا وياك دافا يجب العدول لها الغرفة علىنا تكوني مراتي اللولة ما نقدرش نغضرها كان بغيكوة لكن ماشي آناني ما نقدرش نعديها لا لا الدماغ في عينيها هم مريضا نتبلشي واحد يغليني نكون مرات ثانية في حياته هات الحقيقة اللي وسط قلبيك يقول لي قبلي ولكن الحمد لله اللي بقي عقلك يفكر لا اثير ما نقدرش ما نقدرش نشاركك مع غيري نفضل نبقى بعيد و نتعذب و نتعذب في قربك انا غير جيت نوضح لك الامور و نخبركش حالك نضغيك اثير لا 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 انا ما تحطي ليش في هذا الموقفة انا حتى سيديها لفمه باش تسكته و سافعت لقاته نقانته حيات سيديها كأنها دليل على حبها و قيسات عشقها حمسات اللي يفوضنه بشوية سمحليها و أعطاته بالطهر و خرجهات من الباخرة سوف تحيط في الحداء ديلا و قد قبضها سيديها هذه الدي كيف لا تحبسها و لا تُقعها بقوة كيف لا تجعلها تخارط مع الطلوعة كل البساطة تجعلها تضع بالدي سافي هاد هي نهاية كأحصير هذه نهاية العشق الولاء سوف تسمح في الانسان الذين لا تستطيع شعيش لحظة بلها و رجع المكان الذي فيه لبوس لاحظ غياب شيرين شيرين اللي وقيله و كي يجهزوها بيشتون الحروسة كيف ستعرف الحياة كاملة؟ أكيد لا أنا سترفض إلاجة من وراء عرصه يعني غيضية على الأبد وفجأة دست شريت ذكرياته معه لحظات المشاكسة وشساماتها وحكاتها العفوية في الحديقة والبحر كانت بحل الملك عينيها ورموشها شعرها لكي يأخذ الريح قوتها وذكاء وجرأتها هي أول حب هي أول عشق هي أول واحدة لتعرف حياته واللي ضيع وتفاصيلها وشغير حرب راسه من هاتشي كامل؟ ما يمكنش لا ما يمكنش أكيد شريت غادفهم أصلا هو قرف عيونها باللي ما كانت بغيش وحتف تعاملاتها ولكنها أكيد غادرات بعيد وقربات توصل ضعرها عند اللالة اللي كاتسوق سيارتها وضموها شلال فارقاته للأبد وخلاته من وراه حب حياته ضيعاته وغتتحرب منه كتتحسر طيق خاوية وحدها اللي كاتسوق خاصة تتعود على هذا اللي واحدة بعد غياب أثير آه أثير اللي وراك بلي الحب الحقيقي هو اللي كيجع على غفلة وما كيكونوش موجدين لي ولا عارفين انه غيجي أصلا هو اللي وراك بلي إلها تبعتي طريقة طموحك وكافحتي باش توصلي وتنجحي في حياتك ثم بديك الطريقة تلقي بحبك الحقيقي ألعنى بغت تلقيه تلقيه وانتي مربعين وكافحتي على المكسبوني أقوى كتر منتقوية بطاق اه يا راسي كثيرة هي اللي بقيت لي مططح فيها ويدمع مخلط لها في عينها وطلع لها الدم شدني شل بلصت التربع اوف يلا أصابها يا أثير صوت انا متساعد لنخلص الأضلع وخبرنيا ما تتكلفش بالسر دارت اللانا والصدمة واضطمع في عينها أرجع ومجح على قبلها والي السائق نسى الخوف ديالة والسياقة باش يصبحها الانا هادش اللي عندك ما تقول فيني اسمحيني يا آثير شدة من يديها كث حقيق أكثر منها كون كان مقدوري نجيب العالم كامل عندك ولكن عندي غير قلبي لأ قبل سيبه تلاحظ عليه واني قاتو ضمعها يتزاده قمت يقاش راسا الحمقاء وكالدويف جيتي جيتي والرسا جيتي وجيتي سايق حاطة راسا على صدره كانت سمع دقات والعنيفة ستب راسا كأنها في حلم حلم زوين ومبغى الشفق منه أثير كان بغيك وذا ما تقبل تكوني مراتي مراتي الواحدة على سنة الله ورسوله عدنا سبع رجلين الحفيرين كأول لقاء رجلين زوينين لا نهو صافيرها ما كان قداش نسوق بالكعب العالي أثير ما ترحميني ماذا تقول لها رأيك بيضروني رأيك شرفت لا ناخذ أنا كان بغي قطعم صوت الهاتف أثير أهلو شيرين سمحي شيرين سمح لي ما عرفت كيفاش غدي نواجهك أنا أنا عرفت من باخرة مع عيصان سمح لي أنا ما كان بغيكش عيصان وحب حياتي ما نقدرش نفرض فيه أثير ما تضيعش لأنا هي كتبغيك بصح أثير 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 نقول لك نفس الله درع سمحي لي أثير قطع الاتصال أنا أسعد رجل في العالم هزة وضع يضربها شوفي عندك يومين بشت ولي مراسي ولا أنا غير بس ولا لشنو غديتها لأنا ما كرحش نزوف شتابة أنا أكثر منك اللي عندي تكوني عروس لابس الأبيض قدام الناس كلهم أما هذا الحمر لي غير أنا سلاو هذه الليلة هذه بهذه الطريقة العشق اللي توج بزواجهم بزواج فخم وبليلة ولا في الأحلام وعش أثير وللالة وكذا عصاب ومحبوبته وابنت صغيرة شريف سبات ونبات وسوتات وتخلت ذي الحدوثة كانت منها تتكون وصل لكم المغزم القصة بالله معمرنا نخليه شح حتى تطمرنا بالعكس خاصة نكونوا أقوية وتكون حافز اللي يزيدوا به القدام معمرنا نحكمه على بلاد من كامل أنه خايف بسبب تجربة وحدة فاشلة كيف ما درت للغيتها مع أثير أمنوا بالحب ديالكم أمنوا بقوتكم أمنوا بنفسكم كونوا بنات قويات حل على ما تضيعوا الشيء في البحث على الحب من تحقيق أدافك هي الأولى تبعي طموح و تبعي الدراسة و تبعي حتى تتعرفي تتعرفي و في ذلك الطريق سوف تتلقي بحب حياتك الحقيقي و تركز على الحقيقي حيث لا يكون غير مراقبة و الأحلام و ما لديك من تتعرفي ذلك سوف تتلقي الأفكار و يخرب حياتك ركزي على الأهداف لا تكون حياتك تخلعها مرونة و فوضوية حتى تتعرفي حتى تتعرفي حتى يتضعي فأطفال و ك Roh و لتناولي أمن وحدي و حتى تتعرفي حتى تتعرفي والأهداف و ركزي و تبعي تدين و لا تبعي نظر أنه لا يفعل لديك حجاب لا ينبسون للحجاب و لا ينبسون لا يوجد لباس مستور ولكن الأخلاق ليست جيدة لحسن من أخلاق البنات التي ملتزمت أو اللابسة الحجاب دائما نجعل الأخلاق جيدة التي ترطاها بالإسلام والقيم الإنسانية والإسلامية تكون هي الغلاف ككل وكاد سمننا القصة تكون حجباتكم نريد قراءة تعليقكم تحت القصة لا تنسوا اللايك والبرتاج البنات القصة أزمينا كاد سمننا ملكم أنكم تتبارتاجيوها في ليغو في موقع التسواصل وشكرا لكم بالسر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر